موسيقى السابعة بتوقيت السعودية مبعدكم الدائم في برو سنتر حياكم الله في حلقة جديدة سنقدم لكم فيها كثير من المواضيع والفقرات المتنوعانة والعزيز خليل الفهد أهلا نهاني مساء الخير في مركز الأخبار لقنوات بي سي برو سبورت سنتحدث عن كل ما يهم الساحة الرياضية السعودية ونتابع عن كثب استعدادات المنتخب السعودي الذي يستعد لتصفيات المشتركة لمونديالي روسيا 2018 وآسيا 2019 بالإضافة إلى لقاءات مع ضيوف مميزين نطلع للعناوين فكرة موليد دوري الدرجة الأولى نجحت أم فشلت من يختار مدربي الأندية وكيف على بعد ست جولات من دوري عبداللاطف جميل سراع الهبوط يشتعل ونفسيا سنحلل النصر والتعاون ومثل ما عودناكم لهاشتاغ اللاعب 12 اللي يعرض الساعة التاسع مسان بتوقيته السعودية الموضوع اليوم أو التساؤل المطروح اليوم في اللاعب 12 ماذا تريد من رابطة جماهير الشباب؟ اكتب رسالتك لهم ولجمهور الليث بشكل عام هذا السؤال طبعا موجه لجماهير الشباب وموجه لكافة الأندية خاصة نادي الشباب من الأندية المحبوبة اللي أيضا ما لها أي مشاكل مع الأندية الثانية خاصة أندية الرياض إذا أحب أحد يشارك فيكم سواء من محبينا هذه الشباب أو من الأندية الثانية يمكن موضوع مهم وهاشتاغ مهم نتمنى أن نشوف أفكاركم وأطرحاتكم وحتى تساؤلاتكم وإجاباتكم في هذا الهاشتاغ جميل خليل ويمكن زي ما ذكرت أنت موضوع مهم ولكن الأهم اليوم الهاشتاغ اللي غرد فيه الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام رعاية الشباب المنتخب السعودي أولا المنتخب أولا كدعم منه للحضور الجماهيري ويمكن الصراحة مؤلمة المباراة بكرة والتذاكرة اللي بيعت خليل ألف تذكرة فقط طبعا الشح الجماهيري هذا موجود حتى في أندية دوري عبداللطيف جميل واللي تعشق الأندية لكن هذا مهمة وطنية تختلف تماما لا يغركم الفريق صغير ولا منتخب أقل من المنتخب السعودي ماليزيا لكن من المهم أنت لما تحضر مباراة ماليزيا تأكد أنكم تدعمون المنتخب حتى في مباراة تقدام الإمارات حتى لو ما حضرتوا على الأقل المباراة خارج البلاد من المهم أن يكون الحضور الجماهيري موجود في مباراة السعودية وماليزيا في ملعب الجوهراء بالتأكيد خليل وهي رسالة مهمة للجماهير ليست فقط مباراة اليوم كرة القدم أصبحت صناعة اليوم كرة القدم أصبحت تقدم كثير من الدول اليوم الحضور الجماهيري ليس فقط مطلب من أجل مشاهدة كرة القدم وإنما مطلب من أجل بالتأكيد الوطن حضوركم مهم في مباراة المنتخب السعودي في ملعب الجوهر ونتمنى بالتأكيد التوفيق فيها للمنتخب السعودي أولى موضعاتنا موضوع عن اختيار السومة والسهلاوي مهاجم نادي النصر وأيضا مهاجم نادي الأهلي يقتربان من جوائز الأوسكار الخبر الذي جاء عن المنافسة على جوائز الأوسكار لدوريات كرة القدم الخليجية التي انطلقت الأسبوع قبل الماضي بإشراف وتنظيم من الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي حيث يتنافس عدد من اللاعبين على جائزة لقب الهداف وأفضل لاعب وأفضل حارس وتشكل جوائز الأوسكار الخليجي إضافة نوعية على صعيد التنافس الشريف بين اللاعبين كونها تستهدف منطقة الخليج بشكل عام والتي تشهد تنافسا مثيرا على صعيد مسابقاتها المختلفة معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي الأستاذ سالم الحبسي أهلا بك معنا خليني أسألك في البداية بصراحة هذه الجوائز والتكريمات كثيرة ما الشيء الذي سيجعل جائزتكم مميزة؟ نعم أولا شكرا سيدي على هذا الاهتمام الطيب بأنشطة الاتحاد الخليجي ويعني نحن نعتبر منفسنا جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة الخليجية وكذلك أيضا كرة القدم بالأخص وبالتالي عندما جاء الاتحاد الخليجي ليطلق الجوائز يتعلق بالتوريات الخليجية على اعتبار بأن الدوريات كرة القدم في المنطقة الخليجية تأخذ الاهتمام الأوسع والأكبر على وساحة ثوان الصحفية وحتى على وساحة الإعلام التلزيونية والسوشال ميديا وكذلك وكان لابد أن يكون هناك جوائز لكذب معلير تشجع وتطور وتدعب وتتاهب في تطوير المنظومة الكروية بحيث أن يكون هناك جوائز لها علاقة بالدوريات وهو الكرة الزهبية التي تقدم لأفضل لاعب على المستوى الخليجي وكذلك الحذاء الزهبي الذي يقدم لهداف الدوريات الخليجية والكفاظ الزهبي الذي يقدم لحرات المرمى الخليجيين جيد ويتم اختيارهم بالمراحل المرحلة الأولى يتم اختيارهم عن طريق فوزهم في الدوريات الخاصة بهم سواء في السعودية أو في أمان أو في المراد أو في قطر وبالتالي يتم تفعيدهم للمرحلة الثانية وهو تصويت الجماهيري ومن ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة التحكيم الفنية للمتخصصين في الجوانب الفنية طيب اختيارات كما هذه يمكن سالم جاءت يمكن توقع للموسم الماضي حسب ما نقرأ الخبر الأسماء المتنافسة نعم ليش التأخير هذا يعني يتبادر لذهن الواحد لما يقرأ الخبر يعتقد أن الموسم الحالي خاصة لنهاية هذا الموسم الحين نعم وحقيقة الأمر هذه ملاحظة طبعا صحيحة شرط لها لكن ارتأى الاتحاد بأن يكون هناك تظاهر كبيرة كما هو الكونغرس الخليجي للإعلامة الرياضة في نهاية هذا الشهر في مصقف والذي سيكون فيه الحضور فيه كبير بعدد أكثر من 150 إعلامي خليجي وعربي وكذلك من دول العالم كانت المناسبة أن نحن نأجل تسليم الجوائز لهذا الكونغرس ولكن مع العام المقبل طبعا الجوائز هذه تأتي للموسم 2015 ومن ثم ستكون هناك جوائز أيضا خاصة لـ 2016 سيتم تسليمها إن شاء الله مع دورة كافة خليجية في الزقام إن شاء الله بالدوحة بإذن الله جميل هذه الجوائز فيها مبالغ مالية مقدمة للعبين الفائزين ممكن هذه المبالغ المالية تعطي الجائزة صبغة كبيرة نعم نحن طبعا كل جائزة من جوائز ثلاثة يا سيدين الكريم ترعاها أحد المؤسسات وسيتم أيضا الإعلان عنها بإذن الله خلال الكونغرس مثلا الكرة الذهبية لها راعي خاص الحزاء الذهبي له راعي خاص الخطاء الذهبي كذلك له راعي خاص وسيتم الإعلان عنها بإذن الله خلال الكونغرس بالخليجية الذي سيقدم فيه أيضا مجموعة من الجوائز المهنية كذلك هناك أيضا الرشة الذهبية والنجمة الذهبية هناك وسام عمل الخدمة الطويلة في الرواد الإعلام الرياضي هناك أيضا والساء من فرسان الكلمة هناك أيضا جائزة التعليق الرياضي الذي تحمل اسم الأستاذ خاني الحربان وكذلك النسخة القادمة التي تتوقع في قطر تحمل اسم المرحوم الزميل الأستاذ محمد وكذلك أيضا مجموعة من الجوائز التقدير والعرفان التي تعلق بالشخصيات الرياضية والعلامية التي تخدم وتدعم الحركة الرياضية والعلامية في الخليج جيد يعني راح تجدولون هذا الاختيار في السنوات المقبلة ترتبون توقيت معين عكس الذي نشوفه في فترة حالية نعم بالضبط خاصة بما يتعلق بدوائز الأسكار الأسكار مرتبط كما أشرت في مستهل كلامك ترتبط بالدوريات الدوريات ستنتهي الآن في شهر خمسة على أكثر تقدير وبالتالي بعد الانتهاء ننتظر نتائج التي ستعلن من روابط الدوريات الخليجية أو الاتحادات الكروية الخليجية ومن ثم نعلن أسماء التي ستترشيحها للمرحلات المرحلة الثانية والثالثة إن شاء الله جميل طيب أسألك عن التعاون فيما بينك وما بين الاتحادات الخليجية وخلينا نسألك بشكل خاص ما بينك وما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم أسمح لي ما أسمعت السؤال لك أسألك أسألك عن التعاون فيما بين الاتحاد الخليجي للإعلام والاتحادات الخليجية وبشكل خاص في تعاون ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي لكرة القدم تقصد؟ أيوة بالضبط نعم طبعا أنا كما أشرت في البداية بأن الألام الرياضي هو جزء لا يتجزى من المنظومة الرياضية وخاصة نتكلم عن كرة القدم تركني هنا أشير مثلا على سبيل المثال عندما أقيمت دورة كأس الخليج التي أقيمت بالرياض في 2014 في نهاية عام 2014 كان هناك تعاون كبير جدا مع الاتحاد السعودي الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مع الأستاذ أحمد عيد تم تنظيم ملتقى إعلامي وهو الملتقى الرابع على مستوى الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي وكذلك أيضا تم إطلاق جائزة التمييز التي تنافذ عليها الاتحادات الكروية لكرة القدم والتي فيها عشر معايير وهناك طبعا يعني تعاون أيضا فيما يتعلق بتدريب الإعلاميين في مجال التغطية الخبرية كذلك في مجال ما يتعلق بالتقديم البرامج التعليق الرياضي في كرة القدم نشكرك سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي لإعلام الرياضي نتمنى لكم التوفيق ونشوف احتفالات للأوسكار الخليجي للرياضيين بشكل مميز وكذلك سنتابع هذا الموضوع فور فرز الأسماء وتحديد الفائزين بهذه الجوائز وقفة قصيرة ومن بعدها متابع أهلا بكم من جديد قرر الاتحاد السعودي منذ موسمين لمشاركة اللاعبين الذين ولدوا في السعودية بدور الدرجة الأولى ويحملون شهادة ميلاد سعودية وذلك بتوصية من رابطة دور المحترفين على أن يعامل اللاعب المولود بالمملكة معاملة اللاعب السعودي المحترف لكن هل تم تطبيق أهداف هذا القرار ومن الذي استفاد منه في خطوة للحفاظ على المواهب الكروية في المملكة ولا سيما المولودة على أرضها اضطر الاتحاد السعودي إلى نص قانون يجيز الاستفادة من خدمات اللاعبين الأجانب من مواليد السعودية كلاعبين محليين كما يحدث في عديد من الدول الخليجية من خلال السماح لأندية الدرجة الأولى للاستفادة من المولدين الأجانب في السعودية كمحترفين في صفوفها هذا الاتجاه من قبل المعنيين جاء بعد تزايد ظاهرة تسرب عدد من اللاعبين الذين ترعرعوا في حوالي المملكة إلى الدول المجاورة وظهورهم فيما بعد بمستويات مميزة في المنتخبات التي استفادت من خدماتهم القانون هذا إيجابيته عديدة لكن انطبق بالشكل الصحيح أي اختيار أندية الدرجة الأولى للسن المحدد من قبل الاتحاد والعمل على تطويره حتى الوصول إلى أفضل حالة فنية ممكن أن يستفيد من خلالها المنتخب الوطني أغلب الأندية في الأوينة الأخيرة تتجه إلى استقطاب لاعبين من مواليد المملكة لكن بخلاف السن المحدد مسبقاً حيث باتت المصلحة الشخصية هي التي تتحكم بآلية اختيار هؤلاء اللاعبين بما أن الأندية يهمها أيضاً نتائجها بقدر ما يهمها تخريج لاعبين في المستقبل بما أن الهدف من قانون الاتحاد احتواء هذه المواهب منذ الصغر والعمل على تجهيزها لإفادة المنتخب الوطني وفي ظل ابتعاد بعض الأندية عن الهدف المنشود بالتعاقد مع لاعبين ذو أعمار متقدمة أو لاعبين سبقاً ولعبوا مع منتخبات أخرى هل يعاد صياغة هذا القانون لوضع حد لهذه التجاوزات التي لا تقدم نفعاً سوى لصاحبها أحمد الشوم برو سنتر للحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا من جدة الصحفي الرياضي محمد الماس أهلاً وسهلاً بتواجدك سيد محمد تجربة اللعب الموليد في القرى السعودية وبالتحديد في دورية الدرجة الأولى يعني تجربة وقررت ولكن أتوقع أنها إلى الآن لم تفي بالغرض أو حتى المطالبة التي كانت موجودة لهذه التجربة وإقرارها أولاً سعيد بلقائك زميلي هاني سعيد بلقائك زميلي خليل وبالسادة المشاهدين حقيقة كثير من المواهب موجودة في المملكة العربية السعودية من المواليد الموجودين تصربوا للدول الخليجية القريبة بسبب أنظمة موجودة تتيح لهم الانخراط والانضمام إلى المنافسات الكروية وممكن أبعد للانضمام لاحقاً إلى المنتخبات الوطنية مواهب موجودة يعتبر جزء من هذا الوطن الخلل الذي كان موجود أنه تم إقراره النظام جيد جداً تم إقراره من الاتحاد السعودي الكرة القدم حتى كان فيه تدرج في الإقرار أنه تجربته في الدرجة الأولى ولكن للأسف بعد فترة قصيرة توقف بسبب عدم تنسيق مسبق مع يبدو جهات أمنية أو جهات داخلية أيضاً بعض التجاوزات في تطبيق هذه الأمور عندنا طبعاً مشكلة عامة في التنسيق لإقرار هذه الأمور في التدرج في التنسيق فيها في تصرب كبير عندنا موجود طبعاً المملكة العربية السعودية أكثر من 30 مليون حوالي 10 مليون مقيم موجود في السعودية أكيد يوجد فيهم كثير من أبناء هذا البلد يعتبروا مقيمين وجزء من المواطنة الحقيقية لهذا البلد وبإمكانهم المشاركة وإثراء المشاركات وإذا نتكلم عن الرياضة عموماً الأمر حتى قد يتجاوز كرة القدم والرياضة والأندية في الدرجة الأولى إلى الألعاب المختلفة يوجد كثير من المواهب نحتاج إلى رعاية شاملة لهذه المواهب نحتاج إلى تنظيم وأنظمة وتنسيق كامل في هذا الموضوع عشان لا يحدث على الأقل خلل في التطبيق ما استفدنا من هذا الأمر ممكن أمر مثل هذا يقدمنا كثير في خطوات المنافسة خلق تنافس حقيقي أنت تعرف أنه المبالغ الكبيرة التي تدفع للاعبين من الخارج ماذا لو توفر جزء من هذه المواهب موجودة عندك بالداخل لاحظنا حتى في فترة من الفترات بعض اللاعبين برزوا في أندية الوسط دوري جميل سابقاً في دوري لما كان اسمه دوري زين وقبله من بعض اللاعبين الغير سعودين الموجودين في شركات فما بالك لو فتح هذا المجال على باب أوسع أعتقد الفائدة ستكون جداً كبيرة للرياضة السعودية كثير من نجوم الأندية الخليجية والمنتخبات بدأوا من ملعب الحوارف السعودية أثروا التنافس وشاهدناهم حتى ضد منتخبنا وكانوا سبب في الفوز على منتخبنا وخسارة كبيرة أن نشاهد هذه المواهب أنها ما يستفاد منها يستفيد منها الغير ويدفع مبالغ طائلة وهي متاحة لنا هنا طيب محمد الثغرة هذه اللي عملها اتحاد الكرة بتوصية من رابطة دوري المحترفين بوجود لاعب طبعاً أجنبي وموليد من السعودية يعني نتوقع أن اتحاد الكرة كان قاصد هذا الشيء أن يفتح المجال لأندي الدوري الدرجة الأولى باستخدام هذه الثغرة وبالتالي استقطاب لاعبين يعني شفنا في أندي الدوري الدرجة الأولى لاعب في منتخب السودان لاعب في منتخب اليمن لاعب في الأولمبي المصري ما في الفائدة والأهداف اللي كان يتمناها أو نحن نتمناها أولاً كأعلاميين أو حتى رياضيين أو جماهير أنه يشوف مواهب نستفيد منهم في الأندية أو حتى في المنتخبات الوطنية طبعاً المشاركة لازم تكون مقننة كتجربة أولى فتح المجال نعتبره جيد جداً أنك تفتح المجال لاستقطاب هذه المواهب الآن بعض التعديلات على هذا الأمر للفائدة القصوى منه طبعاً ما نحتاج لاعب يكون بعيد عن مستويات وما نحتاج لاعب كبير في السن نحتاج إلى لاعب يكون إضافة للكرة السعودية طبعاً ما هي بطولة مهمشة بطولة دوري الدرجة الأولى بالعكس إحنا شاهدنا مستويات كبيرة والدليل كاس الملك الأخير أحرجوا فيه تقريباً كل فرق دوري جميل بالمستويات بالنتائج أكثر من ستة فرق أحرجت كبار دوري جميل إذا كان بنسميهم دوري الأضواء لكن مدى الاستفادة من هذا الأمر يرجع للأندية يرجع لبعض التعديلات في القرارات ممكن بدعم اللاعب بدعم ميزانية إحضار هؤلاء اللاعبين نحتاج إلى لاعبين نجوم أكيد المبالغ لن تكون طائلة كبيرة لكن ترجع للأندية الاستفادة من هؤلاء اللاعبين اختيار العناصر حتى لو كان ولد في السعودية ويوجد خارج المملكة يستقطب اللاعب أو يتم البحث والتنقيب عن اللاعبين اللي يعتبروا نجوم وجواهر موجودة حتى خارج المملكة يمكن محمد وما بكتا كلامك لكن جالسين نعرض صور للاعب عمر عبد الرحمن من شوي يعني أحد المواهب اللي كانت في المملكة العربية السعودية وما استفدنا من عندها وبالتالي نحن نريد أن نستفيد من لاعبين بجودة عمر عبد الرحمن بنفس عمر عبد الرحمن أن يكونوا مواليد عاشوا في هذا البلد يتكلمون نفس اللغة يعارفين كل التقاليد وبالتالي بإمكانية منح الجنسية السعودية وأن يلعب في المنتخب السعودي وفق القوانين المحلية المعمولة في السعودية هذه الأفكار وهذه الأهداف ما كانت موجودة منذ بداية هذا الموسم أنت تتوقع ستتقنن بشكل واضح في الفترة المقبلة ويمنع أي لاعب لا يحمي الإقامة دائمة عموري أحد النماذج الكبيرة لأنه نجم كبير جدا على مستوى العرب ومش مستوى فقط الإمارات أو الخليج بالإضافة يتذكر حتى في منتخب قطر في أكثر من نجم منهم حارس قطر اللي قعد سنين طويلة وهو يحمي عرين منتخب قطر اللاعب اسمه سقر أعتقد أنه كل هؤلاء اللعبين وزملائهم مروا من الحوارف السعودية لم يجدوا الفرصة هنا بسبب الأنظمة انطلقوا وبحثوا عن النجومية ووجدوها بسبب الأنظمة بين الرياضة وبين أنظمة البلد ووجدوا إحنا ما بنقول ثغرات نقول تنظيم وجود اللاعب الغير مواطن في الدوريات مرحلة أنه يصعد إلى المنتخب هذه مرحلة أخرى كثير من دول العالم تضع الأنظمة لهذا الأمر نشوف مثلا أمريكا وبعض الدول الأوروبية تعطي للموهوبين في جامعاتها فرصة للتقدم وأخذ حتى دورات والدراسة تكون على حسابهم والإقامة على حسابهم إذا كان نجم ويمنح الجنسية إذا كان مفيد للبلد اللي هو موجود فيه ودرس فيه فترة طويلة فما بالك بالمواليد أعتقد المسألة عندنا إذا بنتكلم على اختيار اللاعبين بشكل عام إحنا عندنا اللاعب إذا ما كان من ضمن الأربعة والخمسة الأندية المتوهجة الكبيرة في الدوري لا يتم انضمامه فما بالك ونحن نتكلم على لاعبين غير سعوديين يلعبوا في دوري الدرجة الأولى عندنا مشكلة كبيرة في نظرة أو استقطابنا للنجوم بالإضافة إلى أنه يفترض أن تنظيم هذا الأمر في الدرجة الأولى يكون تنظيم مرحلي لازم ينجح في الدرجة الأولى ينطلق إلى دوري المحترفين نرى استغلال لهذا الأمر لازم إحنا كرياضة أو كاتحاد سعود الكرة القدم يتم إحصاء عدد النماذج الموجودة داخل المملكة أو حتى خارج المملكة من مواليد السعودية هل هو عدد كبير يمكن الاستفادة منه أو هي فقط إمكانيات محدودة أو أي لاعب يكمل التشكيلة نحتاج إلى خطوات لاستغلال هذا الأمر يوجد كثير من المواهب إعدادها في الأندية في كثير من الأكاديميات أكاديميات الحواري الموجودة فيها مواهب كثيرة من اللاعبين الغير سعوديين يمكن الاستفادة منهم بعمل نظام بتفعيل هذا النظام الآن الاتحاد السعودي كرة القدم الاستفادة من هذه الدورات اللي أصبح تنظيمها الآن يصل إلى تنظيم رسمي في الاتحاد السعودي كرة القدم باستقطاب هذه المواهب بفتح الفرصة لها بإحصاء هذه المواهب ومحاولة طرحها في الدوري السعودي يمكن أن تستفيد منها حتى الأندية وصول تجربة هذه إلى الدرجة المحترفين ممكن يعطيها نمط آخر رونق آخر إضافة هذه المواهب بعدين نبحث في الأنظمة إذا كانت ممكن أن تصل إلى المنتخب الوطني بتسهيلات معينة بشروط حتى لو كانت صارمة لكن يجب أن يكون هناك منفذ في الأنظمة جميل طيب ما تشوف أستاذ محمد بأنه يجب أن تقرم مثل هذه التجربة أيضا على الفئات السنية كونها الداعم الكبير والمهم لهذه الأندية نعم جدا جدا تطبيقها في دور الدرجة الأولى وهو البعيد عن الأضواء تطبيقها أيضا في الفئات السنية ليش لا حتى ما تطبق في بطولة الفريق الأولمبي كثير من المواهب حتى الآن في أزمة في اللاعبين اللي يشاركوا من الفريق الأول ويتم استدعاءهم للفريق الأولمبي المواهب بوصولها إلى فريق الأولمبي ممكن يضع الكثير من الأضواء حتى ممكن يضيف إثارة لدور الأولمبي التجربة أعتقد أن تستحق التماع أكثر التقييم المستمر تستحق أن نرى نتائجها إذا شفنا النتائج كبيرة في دول مجاورة بالتأكيد السعودية كبلد أكبر في الحجم والسكان عددهم أكبر والمواهب الموجودة في أكبر بالتأكيد بالتخطيط السليم والأنظمة سنصل إلى النتائج أفضل ولكن من يضع هذه الأنظمة من يتابعها من يضعها تحت المحق والتجربة والتعديل والتطوير يعني عندنا يمكن محمد اللاعبين المحليين تقريبا سجلوا ثلاثمائة وسبعين هدف المواليد سجلوا ثلاثة وسبعين هدف الأجانب سجلوا تسعة وستين هدف ومع ذلك يعني شف جودة اللاعبين المواليد كانت جيدة حاضرة بشكل قوي يتصدرهم تقريبا عبد الفتح آدم من فريق الجيل وهدف دوري الدرجة الأولى بستة عشر هدف وهو من المواليد وعندنا محمد فؤاد مصري من الباطن محمد إسحاق الطايم مهر محمد النجوم ووحيد الخياط الوطني يعني أسماء مميزة موجودة عندنا في دوري الدرجة الأولى يعني أنا يعني طرف في بالي أنه هل من الممكن أن نعمم هذه الفكرة على دوري عبداللطيف جميل أن يضاف على الأقل لاعب مواليد بالإضافة لأربع لاعبين إذا كانت اللائحة تسمع والله وجود هذا الرقم الكبير ومنافسة لللاعب الأجنبي أعتقد أنه يدينا يعني ضوء من الأمل والتفاؤل أنه تصل التجربة لأندية دوري المحترفين ليش لا هي اختيار الأمر إذا كان الآن نادي يبحث عن المواهب وجد النادي الكبير الكثير من هذه المواهب أكيد أنه بيسجل اللاعبين وحيكونوا إضافة له نوعية اللاعب إضافة للفريق أعتقد أنه حتى في كثير من الأندية البعيدة عن المنصات أو في أندية خلينا نقول الوسط أو آخر الترتيب أكيد أنه ستستفيد يوجد ديها الكثير من المواهب نلاحظ التدوير بين الأندية في الصفقات كثير في السنوات الأخيرة نشهد إلى أكثر من 13 إلى 14 صفقة جديدة لكل نادي أعتقد صفقة صفقتين من هذا النوع ستضيف أو ستثري هذه التجربة ستفتح لنا مجال حتى لاستفادة منها وليتقييمها بشكل أكبر في الأخير قد نصل إلى أنظمة محددة إذا شفنا لاعب أو لاعبين وصلوا للنجومية أنه من الخسارة أن هذا اللاعب لا يكون في منتخبنا الوطني بالتأكيد ستفتح مجال لبعض الأنظمة لبعض التسهيلات لبعض التشجيع لهذه المواهب أن تكون ضمن طريقة ما وصولها لمنتخباتنا الوطنية ليش؟ لا نجحت الدول المجاورة في هذا الأمر نملك الحمد لله الكثير من المواهب السعودية وأيضا عندنا مشكلة في بعض تشجيع هذه المواهب احتضانها وصولها لمنتخبنا الوطني أعتقد أن هذه التجربة ثرية يجب أن تصل يوما ما وأتمنى قريبا إلى رابطة دور المحترفين وأنديت ودور المحترفين السعودي جيد هو يسمح للاعبين الموليد أن يلعبوا في دوري عبدالطف جميل لكن كمحترفين وليس لهم استثناء كما هو موجود في دورية الدرجة الأولى هي الفكرة صائبة ولكن التنفيذ خاطئ أرجو أن تبقى معي محمد الماز في محور آخر ولكن بعد هذا الفاصل عودة لكم مرة أخرى طبعا إحنا في حكاية مع المدربين في كل موسم تقريبا نصف مدربين الدوري وقالوا بناء عليش دائما تكون الأسباب مختلفة خسارة طلبات جماهيرية خسارة في ديربي أو في كلاسيكو بنتيجة كبيرة أصل المشكلة من البداية كيف يتم اختيار هؤلاء المدربين على ما تعتمد دارات الأندية في التعاقد معهم تشكل أغلب أندية كرة القدم العربية والعالمية لجانا فنية لاختيار مدرب الفريق إلا أن أغلب قراراتها قد لا تكون نافذة في حال اختلف توجهها مع رأي رئيس النادي وتتألف اللجنة عادة من لاعبين سابقين في النادي أو خبراء فنيين لهم باع طويل في كرة القدم وأصحاب نظرة فنية مهمة اللجنة دراسة السير الذاتية للمدربين متابعتهم مع أنديتهم ورفع التوصية بالتعاقد معهم أو غض النظر عنهم في السعودية قلة من الأندية التي لديها لجنة فنية لاختيار المدرب واكتشاف اللاعبين حيث تكتفي الإدارات ببعض الأشخاص المقربين من الرئيس أو ما يعرفون بالمستشارين حيث يتفرد رئيس النادي في اختيار المدرب واستعمال علاقاته الشخصية مع بعض مدراء الأعمال للتوصل إلى اتفاق يكلف النادي أموالا طائلة لاحقا بعد فشل التجربة نتيجة غياب دراسة المدرب وإمكانية نجاحه أو فشله في أوروبا تتشابه بعض الأندية مع واقعنا العربي إذ يتفرد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في اختيار المدرب ضاربا بعرض الحائط آراء اللجان الفنية والمستشارين حيث لا تزال قضية المدرب الإيطالي أنشيلوتي ماثلة للأذهان بعد أن قرر بيريز إقالته رغم معارضة كل إداري النادي ولعبي الأمر نفسه يحل في تشلسي أيضا نتيجة هيمنة الروسي إبراهيموفيتش على مركز القرار ما نشهده في ريال وتشلسي نشاهد عكسه تماما في بايرم يونخ الذي يعتمد آلية تقليدية في اختيار المدرب واللعبين عبر لجنة فنية تتألف من أساطير كروية تتأنى في اختياراتها حتى الوصول إلى أفضل قرار لصالح الفريق رغم اختلافات آليات الاختيار بين ناد وآخر إلا أن هناك قاعدة ثابتة في أغلب الأندي الكبيرة تعتمد على استشارة الخبراء والمدراء التنفيذيين إضافة إلى التعامل مع شركات إحصاءات خاصة بكرة القدم فهل نرى في المستقبل القريب لجانا فنية في كافة الأندي السعودية تمتلك صلاحيات كاملة في اختيار المدربين؟ محمد يمكن شفنا هذا التقرير عن آلية اختيار المدربين أول شيء كيف تقيم اختيار المدربين عندنا في أنديات السعودية بشكل عام سواء الدور الممتازة أو أنديات دور الدرجة الأولى طبعا معروف عندنا ممكن قلت قبل كذا أنه اللي اختار المدرب هو الرئيس وأصدقائه أصدقاء الرئيس هم اللجنة الفنية وهم الإدارية حتى أحيانا يتم تهميش أعضاء مجلس الإدارة منظومة الأندي عندنا للأسف هذا واقعنا هذا واقع منظومة أندياتنا واقع الأمر اللي حتى بنشوفه مردوده فنيا حتى الآن الإحصائيات تقول أنه يوجد 12 مدرب تم إلغاء عقده أو إنهاء عقده عندنا سبعة مدربين تم تكليفهم وإنهاء تكليفهم حتى الآن عندنا ثلاثين مدرب مر على دوري أنديات المحترفين لما يكون باقي على الدوري ستة أسابيع فقط وهذه الأرقام الكبيرة الواقع يقول أنه إحنا نمر سنويا بمجزرة مدربين الإدارة مستمرة غالبا حتى انتهاء فترتها أو ترحل بعض الضغوطات فوجودها دائما حتمي صعب رحيلها اللاعبين عقودهم مرتفعة حتى التزامات المادية على النادي كبيرة وجود اللاعب من سنتين إلى ثلاثة حتى نهاية عقده استمراره أو رحيله الحلقة الأضعف دائما في منظومة الأندية يبقى المدرب ما بين مزاجية اللاعبين ما بين الضغوطات الجماهير المطالبة بالتغيير السريع هذا الواقع عندنا للأسف حتى المدربين الناجحين في الدوري السعودي إذا أخذنا مثال الأهل والهلال بمدربينهم الناجحين اللي يستطعوا على الأقل عمل توليفة مع العمل الإداري الموجود مع العناصر الموجودة توليفة نجاح كانوا قابة قوسين أو أدنى بسبب المطالبات الجماهيرية والضغوطات على رحيلهم إذا كان خسرنا مثل هذه المدربين الاثنين اللي هم يعتبروا إضافة للدوري السعودي كيف نتكلم على البقية عندنا المدرب أحيانا هو دائما الحلقة الأضعف لكن أحيانا المدرب الجيد مع منظومة العمل يشكل حلقة نجاح وقوة شفنا كارينه في النصر كان موجود وهو مدرب لكنه استطاع بالأمور النفسية والفنية والتعامل مع الإدارة خلق جو أصبح يبدو في المشهد النصراوي في تلك الأيام مع بداية انطلاقة نحو اللقب الدوري يظهر أنه هو واجه للفريق النصراوي المدرب الجيد جدا اللي يستطيع أن يقدم إضافة يعتبر عملة نادرة إحنا تعاملنا الضغوطات اللي تيجي الرغبة في النجاح الخوف من غضب الجماهير أحيانا التخلص من الضغوطات عن طريق إزاحة مدرب وإحضار آخر أمر أعتقد أنه في ظل الفوضى الإدارية العشوائية في الإدارة يعتبر أمر طبيعي للأسف يعترض أنه دوريا دوري محترفين في كثير من النماذج العالمية من اللي شفناها طبعا كانت تعطي ثقة للمدرب تصبر عليه فترة طويلة لكن الاختيار يكون سليم جدا للمدرب استراتيجيات طويلة المدى على المدى الاستثماري الاستشاري تجربة مانشستر يونايتد مع السير فيربسون كانت جدا ثرية بصمة على مستوى العالم أكثر من ثلاثة إلى أربع سنوات حتى حقق أول بطولة بعدين سيطر على الدوري أكثر من عشر أعوام هذا النموذج حتى من الصعب تكراره حتى مانشستر النادي الصعب يكرروا من بعد فيربسون بسبب الضغوطات الجماهيرية والمطالبات دائما بالتفوق فما بالنا وإحنا نعاني فنيا المشاكل عندنا حتى حيانا في الاستعداد يتحملها المدرب المدرب اللجنة الفنية التي ذكرتها أكثر من نادي حاول تطبيقها في فترة ما في فترات سابقة تذكر كثير من الأندية وضعوا لكن فعالية هذه اللجنة عناصرها مدى أخذ الإدارة بالتوصيات مدى حتى تميز أفراد عناصر هذه اللجنة في فترة ما تذكر حتى ماجد عبد الله مع مجموعة أخرى كانوا في ضمن لجنة فنية في نادي النصر وفي نهاية الموسم ماجد أعتقد أنه يعتذر في نماذج عندنا تذكرها كثيرا في أندية مثل الاتحاد الأهلي لكن للأسف ما تستمر ما نشوف مردودها بشكل كبير في رياضتنا السعودية جميل طيب خلينا تأكيدا على هذا الحديث معنا الخبير الرياضي الكابتن وجدي الطويل من جدة عبر الهاتف كابتن وجدي سعيدين بمداخلتك معنا ويمكن أنت خير من يتحدث في هذا الموضوع كونك لاعب ومارست العمل الإداري والفني في نادي الأهلي مشكلة آلية اختيار المدربين بالنسبة للكره السعودية من خبرتك متى ستنتهي هذه المشكلة متى سنجد مدرب يستمر في نادي معين أوشي تحياتي لشخصك الكريم والأستاذ خليل وبالفعل أشكرك على الإبراء وكنت ما يستحكي لكن بالفعل بحكم التجربة التي قبلناها بالنسبة للأندية ومع المنتخب العلوبي مع الأسف ما في معايير وآلية محددة بالنسبة للأختيار المدربين يعني تختلف الألية والمعايير من نادي النادي وتعتمد على أدة عوامل كثيرة مين هو الذي يمول صفقة المدرب فنجد الآن مع الأسف أنه أحيانا يدخل فيها الجزئية تتعلق بعضاء الشرف والعضاء النافذين في الأنبياء يكون لهم دوع كبير في اختيار المدربين أحيانا بتكون بتوصيات من بعض الشخصيات الرياضية أو الناس اللي لهم باع طويل في تاريخ كرة القدم أو لهم مثلا يكونوا علاقة بالأنبياء نفسها ويتم استشاراتهم ويتم الأخذات لكن التجارب الناجحة اللي احنا مرينا بيها ما بيتم مع الأسف الاختيارات في الأنبياء على حسب إنت احتياجات يعني المفترض قبل الاختيار المدرب بتعرف إنت تحتاج إيش إنت إيش تبغى من المدرب هذا هل فريقك الآن استطيع أنه هو ينافس عشان تجيب مدرب إنت هيد كوتش وبالنسبة له هو مرحلة تكتيك وتخطيط ومجرد على أساس المنافسة على البطولات أو أنت الآن في حاجة إلى مدرب يعني يستطيع أنه هو يخلق جيل جديد أو حتى إضافة عناصر شابة بالنسبة للفريق لتقليل معدل عمارة اللاعبين أو أنت في حاجة إلى صناعة فريق جديد يعني الآن إحنا بنشوف أمثلة كثيرة عندنا بالنسبة لنا نحن الآن يعني أقرب مثال يخطر في والي الآن إنه هو مدرب ما بوحدة الآن معادي وفاقص فهي تحصل على البطولات لكن الآن هل هو لما جاي يدرب الوحدة هل هو يستطيع الآن أنه تحصل على البطولات فهنا الفرق المدرب ممتاز وجيد لكن الاختيارات تلس من نادي النادي فهو يعرف الكلام هذا ويعرف إمكانيات نادي وحدة قبل حتى ما يجي يعني يعني يعمل السلادة وحدة لكن عموما بالنسبة للمدربين الفئات المدربين ثلاثة أنواع فيه الهيد كوتش واللي هو طبعا هذا الحب الميزانية خاصته وهو يعمل به ويتم حتى على ضوء شراء اللاعبين الأجانب وتحديد اللاعبين اللي رغب فيهم من الأنبياء المحلي يحصل لأنه بتم الاختيارات داخل الان على توصيات معينة وتشوفوا استقطاب اللاعبين البارزين أو حتى أنهم هم يجيبوا اللاعبين دное على توصيات معينة الجيد الفئة الثانية هو المدرب المدرب اللي هو بيجي وتشاور مع الإدارة وفي نفس الوقت تقوم الإدارة هي بتتلسيق مع المدرب وأحيانا يكون يعني تتنازل الإدارة وتشبت اللاعب عن طريقه وأحيانا العكس هو يتنازل وقدم تنازل الإدارة هي تجيب اللاعبين عن طريقه وأحيانا يتم استقطاب المدرب بعد حتى جلب اللاعبين حتى لا يستعان بالمدرب طيب أستاذ وجدي أنه بالعادة المدرب إذا وصل ودرب ومشواره ما كان جيد أنتوا يعني كأداري سابق أنت تشوف مثلا أداء المدرب عمله ممتاز تدريباته كويسة أموره كويسة لكن هناك مطالبات جماهيرية أحيانا تطالب بإقالة هذا المدرب هما ما شافوا عمل المدرب يعني خلف الكواليس أنتوا كأدارة أقرب كيف كنتوا تتصرفون في مثل هذه الأمور صدقني كلامك صحيح أنت لكن دائما الحلقة يضعف هو المدرب لأنه أنت في الأخير أنت مهما كانت النتائج ما تقدر أنت تبيعه تشتري في اللاعبين زي موجود يعني متسهل أو ميزاني عندك أنت كامل أحيانا المدرب يكون كويس يكون المشكلة مهما من المدرب لكن أنت لما توصل لمرحلة شايف كيف هتوصل لإدارة النادي وتمس مثلا رئيس النادي أو تمس الإدارة شايف كيف وحيضطر لهو في الأخير يربح يربح للجماهير شايف كيف والأصوات التي يطالبه بقالة المدرب وهذا حصلت في أشياء كثيرة أحيانا المدرب ما هو سبب المشكلة المشكلة تكون إدارية المشكلة تكون في اللاعبين لكن مع الأسف يتم الاستقناع المدرب إنه هو الحلقة الأضعف دائما في المضوع هذا وكلامك صحيح 100% جميل جميل تضحت الصورة بالتأكيد أستاذ وجدي طويل شكرا لهذه المداخلة الثرية نعود لك سم حمد من جدة كلام مهم أن المدرب ربما يكون أيضا هو الشماعة أي إخفاق تخفق الإدارة هل تتوقع بأن هذه الشماعة ستنتهي وأن هذا الشيء الذي يرمع المدربين سينتهي والله في تجربتنا السنين الأخيرة في دور المحترفين عندنا تقريبا في انطلاقة الدور إلى عشرة أسابيع 12 أسبوع وحتى في هذا العام والسابق كان كل أسبوع تقريبا يقال مدرب في هذا الموسم بالذات أول ثلاثة أسابيع كان فيه ثلاثة مدربين خرجوا هذه خلل في منظومة الأندية عندنا وكنا متوقعين أيضا أنه هو الشماعة الأولى للنتائج بعض الفرق اتذكر موقف لنا ليست للأندية فقط حتى في منتخبنا السعودي اتذكر لما كالديرون كان مدرب لمنتخبنا السعودي وكان فيه دورة لغرب آسيا بيشارك فيها المنتخب الأولمبي قبل انطلاقة دورة بأيام طلب كالديرون أنه بنفسه يذهب مع المنتخب أعتقد كانت مقامة في قطر للإشراف بنفسه على المنتخب واللاعبين يكون قريب لضم مجموعة كبيرة منهم للمنتخب الأول تلقى منتخبنا الأولمبي خسائر كبيرة جدا أقيل كالديرون من المنتخب الأول فهذا النموذج يدل على أنه عندنا مشكلة في طريقة اتخاذ القرار أحد المشاكل الموجودة عندنا الرؤية تغيب أحيانا فما بالك في أنديتنا الأندية دائما تحت ضغوطات مادية أولا مطالبات الجماهير أحيانا مزاجية اللاعبين عمل العشوائية للأسف والهواية في الإدارة ما ستخلق لك جو احترافي كامل يعتبر نقطة ضعف لبقية النقاط الأخرى الفنية من لاعبين ومدربين النماذج الناجحة عندنا في الدور السعودي لما ينطلق فريق مثل الاتحاد أو الهلال أو الأهلي أو الشباب سابقا في لحظات يعتبر هو بطل الموسم هذه النماذج في إحضار المدربين الأكفاء بوجود لاعبين على مستوى عالي جدا بإدارة ذكية بأموال تصرف هذه النماذج اللي نقدر نقول أنه هذه نموذج لمدرب وجد الأجواء كاملة للنجاح لكن في حالة الإخفاق هو أول من يتم الاستغناء عنه شماعة دائمة لتعليق الأخطاء أسهل من يرحل أول من يتحمل الملامة وبعدها نبحث عن أمور أخرى نقاط ضعف أخرى ممكن في بعض اللاعبين ممكن إدارة لم تحقق المطلوب عندنا خلل كبير المستويات العامة المخفضة في الدولة السعودية دليل كبير على غياب التنظيم والرؤية سواء في أنديتنا أو حتى في رياضتنا السعودية جيد يعني هذا الآلية السيئة اللي عندنا في أو في البيئة السعودية تحديدا رياضية في اختيار المدربين هي اللي رفعت رواتب المدربين يعني ما يجيك الحين صار مدرب خلاص جاء عقد وانتهى الموضوع لا يحط له شرط جزائي له رواتب لمدة مثلا عامين في حال فصخ العقد وبالتالي هو مأمل وضعه وما يعطي أي خسارة سواء قيل أو حتى حقق إنجازات الفشل والنجاح ما له علاقة كبيرة عندنا بقيمة عقد المدرب النماذج الناجحة عندنا مش لازم يكون هو العقد الأكبر جربنا العقود الكبيرة المدربين على مستوى كبير حضروا عندنا ممكن ما حققوا دائما النتائج المأمولة الكبيرة لكن الخلل ممتد ليس فقط في الفرق الأولى هي تهيئة لللاعبين المدربين عندنا في الفئات السنية كل أنديتنا تقريبا تعاني من ضعف كبير في فئاتها السنية ضعف تدريبي كبير اللاعب لا يؤسس بطريقة صحيحة لا يتدرج بطريقة تعطي أساسيات في كرة القدم دائما في خلل في أكثر من مرحلة في الفرق السنية في كيف اللاعب يكون مهيئ للإنجاز وليست حتى مدرسة تدريبية واحدة كل أنديتنا الكبرى التي في الأخير هي منبع للمنتخب الوطني للأسف درجاتها السنية فيها خلل كبير جدا فكيف اللاعب يصل بدون مدرسة تدريبية موحدة بدون أسس تدريبية إلى مدرب استمراره أصلا صعب في ظل الضغوطات الكبيرة الموجودة في الفرق الموجودة في الواجهة وهي منفذ للاعبين اللي يتجهوا للمنتخب السعودي دائما عندنا أربع إلى خمسة أندية تشكيلة المنتخب منهم للأسف حتى النجوم بعيدين عن هذه التشكيل الفرق بعيدين عن تشكيلة المنتخب مشكلة المدربين عندنا مشكلة كبيرة إذا لم يكن هو عنصر النجاح الأول دائما يكون معرض للإخفاق في فريق واحد هو اللي ينجح لكن مين اللي يقدم مستوى مقنع مستويات متصاعدة هذه مشكلتنا الكبيرة طيب أنا خلينا أسألك سؤال واضح لأنه يؤمن بأن الجماهير في الكرة السعودية مؤثرة وبشكل كبير ربما أيضا هي تساهم في صنع القرار كيف نقنع الجماهير السعودية بأن ليس كل مدرب حقك بطولات أو إنجازات أو حتى بطولات بشكل سريع يستحق أو قادر على أن ينهض بفريقها أو فريق معين لتحقيق هذه البطولات البيئة تختلف كثير من الأمور مختلفة خلينا نتكلم على الأندية نعم في عاطفة كبيرة تدقى على الجماهير لكن في أيضا وعي كبير من الجماهير إذا شافت فريقها يقدم مستويات وما يقدم نتائج وفي خطوة دائمة للأمام مع كل موسم أو حتى مع كل أسبوع في لاعبين يقدمون أقصى ما لديهم في تجانس بين المدرب واللاعبين أكيد بيصبروا على فريقهم لكن إذا كان في خلل ويظهر دائما خلل كبير في النتائج هبوط فجأة في المستويات بعدين يبدأ التعويض متأخر هذه الأمور تجعل الجماهير تبحث عن موقع الخلل الرغبة في الإسراع في إصلاح الأمور يبحث دائما عن الحلقة الأضعف ودائما ما تكون المدرب لكن الجمهور لو وجد في مستويات متصاعدة في إمكانيات فنية توازي ما هوي للفريق من إمكانيات بين اللاعبين والمدرب أكيد ستصبر الجماهير شفنا كثير من الفرق في هذا الأمر لكن الخلل الكبير في مستوى اللاعبين الجمهور يريد أن يصلحه بسرعة ويضغط على الإدارة ويبدأ أحيانا الخلل من اللاعبين بمزاجية معينة أحيانا الانضباط الكبير يحول اللاعب إلى متمرد للتخلص من هذا المدرب الكيميا النجاح الموجودة المدرب أحد عناصرها الجمهور دائما يضغط للوصول إلى القمة إن وجد عمل مقنع سيصبر أكيد جيد طيب إيش نفرق يعني عن تقريبا البلدان الأوروبية يعني في بعض البلدان عنده مدرب يهبط فيه لدورة درجة الأولى ويستمر مع الفريق سنة سنتين على الرغم أنه ما حقق يعني نتائج مميزة يعني بعض المدربين يقول أحيانا القاعدة تقول أن المدرب إذا استمر يحقق نتائج لأنا أشوف برضو في الدولة الإنجليزية تحديدا يعني في بعض المدربين أخذ لفرصة سنتين ثلاثة ونتائج إلى الأسوأ ويستمر إيش ينفسر هذه الظاهرة مع الدول الأوروبية يعني ثقافة الانتظار عندنا ما هي موجودة أبدا في ثقافة الانتظار الكروي أبدا ما هي موجودة إذا نتكلم عن أوروبا أوروبا سبقتنا بما يزيد عن 40 إلى 50 سنة في الثقافة الكروية والبدايات وتهيئة البدايات ونشر اللعبة صعب جدا أن نصبر الأندية الموجودة الأوروبية عبارة عن كيانات تجارية عبارة عن مؤسسة الجزء الفني موجود فيه هو جزء يكمل هذه المنظومة في أسهم في دعايات في دخل جماهيري في لو جماهير ومستهلكين في الأرض بالكامل يعني في الصين يبحث عن في شرق الأوسط يبحث عن مستهلكين يبحثون في الدوري عن الدعايات يعلون ممثل شركات اتصالات في كل مكان هذه المنظومة في الأندية الأوروبية أسترى محمد في أندية ترى ما تصبر يعني مثلا ريال مدريد على تشيلسي تحتاج إلى نتائج وإنجازات يعني مثل هذه الأندية إذا ما فازت وما حقت الإنجازات ما عندها مشكلة تقيل المدرب ما عندها برضو نفس سياستنا ما في انتظار بشكل عام الثقافة موجودة وبدرجة التحمل تختلف لكن عندنا إحنا ما يوجد انتظار أبدا يعني عندنا المدرب لما ينتقل من عام إلى آخر يعتبر حتى حالة نادرة جدا عندنا في الدوري السعودي أنه ينتقل المدرب معاك حتى الفريق اللي يحقق بطولة ينتقل إلى الدوري القادم ممكن يقال وهو بطل الدوري وهو اللي يحقق لك اللقب هذه حصلت عندنا فما بالك وإحنا ما عندنا صبر على مدرب لم يحقق بطولة ولن يكمل الموسم والإدارة إذا كانت هي نفسها على كف عفريس فما بالك بالمدرب الإدارات دائما عندنا تحت ضغوطات بينما في الخارج حتى لو ما صبرت الأندية أندية مثل الريال مدريد أو برشلونة أو أتلتكو مدريد ميزانيات ضخمة جدا اللي بتعاقدوا فيها مع مدرب ميزانيات تفوق كل ما يمكن أن يصرفوا الخليج في سنة واحدة وهم يصرفونه فقط في مدرب ممكن في الدوري الأوروبي درجة التحمل تختلف الثقافة الكروية تختلف الأمر عبارة عن مشجعين مستهلكين مساهمين في هذا النادي المشجع عبارة عن مساهم في هذا النادي نتكلم على أندية الأوروبية مثل مثلا برشلونة العام اذكر عدد أعضاءه يزيد عن 63 ألف اللي خارج كتالونيا فقط الأمور تختلف كثير ما بيننا وبين الخارج بمسافات ممكن تكون ضوئية رياضيا جميل جميل ويمكن تأكيدا على كلامك يعني نحن عندنا تجربتين في الخمس سنوات الماضية نادي الفتح حققت دوري ومدرب ولان ليس موجود معه من حققت دوري وأيضا تجربة نادي النصر محمد الماز كنت معنا من جدة ثريتنا في هذه المحورين شكرا جزيلا لك فاصل قصير نواصل بعده برو سينتر أهلا بكم من جديد ست جولات وتفصلنا على معرفة من هي الأندية التي ستودع دوري عبداللطيف جميل خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي بهبوط ناديين بالإضافة لمباراة فاصلة تجمع صاحب المركز الثاني عشر من دوري عبداللطيف جميل مع صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى نعرض لكم تقريرا عن الأندية المتصارعة على الهبوط خطر مغادرة الدور الممتاز جعل الأندية القابعة في أسفل الترتيب تتصارع على الهروب نحو الأعلى الوحدة حقق نتائج إيجابية جعلته يبتعد قليلا عن منافسه ولكن ما زال في دائرة الخطر نجران هو الآخر يسير بنتائج ومستويات متذبذبة ويعتبر الأقوى بين الفرق المتذيلة للترتيب بوجود البرازيلي أنغوس الرائد نقاطه متساوية مع نجران وخطر الهبوط لا يزال يلاحقه ولكن الجولات الست القادمة سيواجه فيها فرقا يتنافس معها على أسفل الترتيب والمنطقة الدافئة القادسية وبنقاطه الأربعة عشر لم يحقق أي انتصار منذ تسع مباريات ماضية ومواجهاته القادمة تعتبر الأسهل بين منافسه على هذه المراكز الغير مرغوب فيها هجر بالأرقام لم يودع الدوري حتى الآن ولكن بالمعطيات هو مغادر لا محالة لأن المواجهات المتبقية له في الدوري هي الأقوى بين كل الفرق حيث سيلعب مع التعاون والهلال والأهل والاتحاد المتنافسين على لقب الدوري أكثر من ذلك فهجر سيلعب مباراة مع نجران والقادسية المتصارعيني على البقاء طبعا كما هي المنافسة على بطولة الدوري على شدها أيضا المنافسة على البقاء لا تقل عنها بل هي أصعب ربما في الخماسي في مؤخرة الترتيب الذي يصارع من أجل البقاء صراع في هذا الموسم مختلف كما ذكر خليل في البداية بدخول صاحب المركز الثاني عشر في هذا الصراع حيث سيلعب مباراة فاصلة مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الأولى من أجل البقاء في دوري جميل يمكن خليل من خلال التقرير ومن خلال هذه النظرة الجديدة صراع محتدم في المؤخرة أكيد هاني يمكن تكلمنا من شوي عن موضوع المواليد يعني صاحب المركز الثاني عشر يلاقي صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى ما في تكافؤ يعني عند الفريق دوري عبداللاطف جميل عندها أربع محترفين هناك مواليد ولاعب محترف هذه أيضا رسالة نتمنى أنها حتى توصل لاتحاد الكرة عشان يتنبه مما بدأ تكافؤ الفرص جيميل تعرف خليل يمكن بشكل كبير مشكلة هذه الأندية التي تكون في متوسط الترتيب إلى المؤخرة الطموح ربما الذي يفوق إمكانيات هذه الأندية تجد هذه الأندية في بداية الدوري تطمح للدخول للبطولة الآسيوية أو المنافسة أو الدخول لكاس الملك وبالتالي تجد نفسها في مؤخرة الترتيب لو وضعت هذه الأندية من خلال إداراتها ومن خلال أجهزتها الفنية والإدارية طموح واضح بأن تبقى فقط في المركز الثاني عشر أو الحادي عشر بالتأكيد ستصل لهذا المبتغى بشكل كبير أكيد عندنا غرافيكس لهذا الموضوع تحديدا نقرا وهو دوري عبداللطيف جميل مواجهات هجر القادمة وهو أحد المهددين بالهبوط سيلاقي هجر فريق نجران وسيلاقي بعدها التعاون فريق هجر ومن ثم يستضيف الأهلي في ثالث مباريات أما عن بقية المباريات عن هجر سيلاقي الاتحاد وبعدها الهلال وبعدها القادسية مباريات جدا صعبة وهجر يحتل المركز الأخير ووضع يمكن هاني جدا صعب بشكل كبير يمكن تشوف خليل يعني واضح عندهم باراة مع الهلال والهلال والأهلي ينافسوا على بطولة الدوري وعندهم باراة مع نجران والقادسية والاتحاد لا تنسى أحد المنافسين مع الهلال والأهلي فوضع الهجر من خلال اللي شفته الله يعيناه يعني جدا مباريات صعبة نشوفها يمكن هاني بعد المباريات الأخرى اللي الأندي المهددة بالهبوط وعندنا مباراة الرائد القادم الرائد يلاقي الفيصلي بعدها يذهب إلى مكة المكرمة لمواجهة الوحدة ثم يستضيف النصر في الرياض وبعد ذلك سيلعب الرائد أرابع مبارياته مع التعاون في ديربيا القصيم ويستضيف الأهلي ومن ثم مباراته الأخيرة قدام نجران يعني هي أفضل من هجر لكن مباريات بعد صعبة اشتعال المباريات أو الصراع على الهبوط ليس فقط أنه صراع تجميع نقاط لا صراع حتى في المباريات حنشوف مباريات قوية ومباريات نهرية بين الفرق المتصارية على الهبوط بأكيد بس يمكن زي ما ذكرت أنت خليل يعني أخف من هجر أخف بس عد يعني في النهاية صعبة شوية هنشوف المباريات المتصارعون على الهبوط هجر حيلاقي نجران والقادسية مع نجران هذه أندية أيضا تصارع على الهبوط بعدين نجران يستضيف الهلال وإلى الآن مباريات صعبة لنجران الفيسلي رح يلعب مع نجران والفتح مع نجران ونجران مع الرائد وهو أيضا يصارع على الهبوط كل مرة شوي يمكن هني ننزل شوية أسهل مباريات سهلة بس إنه ممكن مثل ما قالوا الشباب أن مبارات الرائد والنجران قد تكون مفصلية وحاسمة وشفنا نجران الموسم في الدور الثاني بشكل مميز شوف الفريق الرابع هني عندك الفريق الرابع الفريق الرابع أيضا الذي ينافس على الهبوط فريق نادي القادسية يواجه الشباب في أولى مبارياته المتبقية بعد ذلك يواجه نجران الذي يصارع على الهبوط أيضا بعد ذلك يواجه أيضا الوحدة القريب منهم في مؤخرة الترتيب بشكل كبير بعد ذلك في رابع المباراة المتبقية يواجه الفتح ربما تكون هذه المباراة سهلة بالنسبة للقادسية بحكم أنه غير منافس له في هذه المنطقة وأيضا الخليج والمباراة أيضا الأخيرة المهمة بالنسبة للقادسية هي مباراة هاجر يمكن لو تلاحظ خليل كل الفرق بتقابل بعضها على قول أمدحنا اللي أكل بيده يشبه طبعا هي من مصلحتنا كمتابعين ومشاهدين لكن أكيد ليس من مصلحة الأندية المتصارعة هي تبغى أندية في الوسط على الأقل ما لها في المنافسة ولا لها في الهبوط ولكن في النهاية شيء مهم جدا أن نشاهد مثل هذه المباراة في دوري عبداللطيف جميل والدوري هذه السنة مختلف تماما عن الدوريات أو البطولات السابقة التي شاهدناها على مستوى مسابقة الدوري الآن نروح لموضوع آخر وصلنا لزاوية مهمة مع الخبير الفني واللاعب السودي والهامسون في فقرة يقوم فيها بتعليم مجموعة من الشبان لبعض الأساسيات التي تخص كرة القدم نشاهد اليوم كيف يعلم والهامسون الشبان طريقة تفتكاك الكرة تعتبر مهارة افتكاك الكرات من الخصوم جزئية هامة في مهارة كرة القدم وبالأخص للمدافعين ولاعبي المحور والسبب في أهمية الافتكاك هو منع الخصم من الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن وكذلك لكسب الكرة والانطلاق بهجمة جديدة تتيح الفرصة لتهديد مرمى الخصم وربما تؤدي للتسجيل إن الإخلال بأي شرط من شروط الافتكاك يؤدي إلى ارتكاب المدافع لخطأ معين قد يحصل من خلاله الخصم على ركلة حرة ولذلك تختلف المدارس التدريبية في تفضيل الاعتماد على افتكاك الكرة بأسلوبين أساسيين أحدهما يتمثل باستخلاص الكرة بالمكاتفة القانونية والثاني الاعتماد على الانزلاق وأخذ الكرة من أقدام المنافس بدون ارتكاب الخطأ وكما هو الحال لأي مهارة فالتوقيت هو الأهم واختيار اللحظة المناسبة لتنفيذ هذه العملية لأن التأخر في الافتكاك قد يتيح للمهاجم قطع أمتار للأمام وترك المدافع في الخلف وتختلف مدارس الكرة في طريقة الافتكاك فالانزلاق غالبا يعتمد عليه في المدرستين الإنجليزية والإيطالية بينما المدارس الإسبانية تميل أكثر للابتعاد عن الانزلاق ويكون دائما هو الخيار الأخير لللاعب مدرسل أعلمني أنني أخذ أماني لأنني أتعلم أتعلم في كل مرة أعلمني أن أتعلم أن أتعلم سلع التعال ولكن اليوم أحضر لكم بعض الأشخاص وخصصات جالا! موسيقى موسيقى هذا كان مجرد موسيقى 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 المترجمات بشكل تتكليل المترجمات في يد Innovation ليس متأكدين ليسهدين ليس الامر وإنبي Tencent اوهدين يدوني مجال تعوني أنه شيء لا يؤمن أنه ليس كذلك سيكون هناك تبعاً للمساعدة وفي بعض الأحيان أبداً لذلك تبعز من المساعدة أو المساعدة لا تبعاً للمساعدة من المساعدة ولا تبعاً للمساعدة لأن هذا يجعل في فتبال موسيقى جيداً يا ربما جيداً هذا هو المساعدة والتركز في اليوم حتى نهاية القادمة مع السلامة طبعا هذه كلمة خبير والتي نقدمها دائما للمحلل الفني لقنوات مبسي برو سبورت كريسيان ويل هامسون ننتقل معكم لاستضافة أحد من لعب في أقوى الدوريات العالمية الدوري الإنجليزي الحارس ريتشارد لي الحارس المعتزل والذي كانت آخر محطاته فريق فولهام الإنجليزي يضيفنا بعد هذا التقرير المعروف عن حراس المرمى في عالم كرة القدم نفسهم الطويل وعدم التفكير في الاعتزال مبكرا لكن ما حدث مع الحارس الإنجليزي ريتشارد لي كان مخالفا لذلك ربما لسؤل حظ من جهة وإصابات مزعجة أنهت مسيرته مبكرا بحسب مختصين ابن مدينة أوكسفورد الإنجليزية بدأ مسيرته الكروية كحارس لمرمى نادي بيتغروفي ديناموس سنة تسع وثمانين قبل أن ينتقل أربع سنوات من بعد إلى نادي واتفورد ومن ثم كانت البداية الفعلية وما هي إلا بضع سنوات حتى تمكن من الصعود إلى سنف الأكابر بفضل ما أبرزه من قدرة مع الفارق الرديف بالرغم من خوضه لمائة وثماني وخمسين مباراة في مسيرته الكروية دافع فيها عن أنوان خمسة أنديات إنجليزية إلا أن عددها إن حصر بين ناديين فقط وهم واتفورد وبينتفورد ليكون نادي الجيش الأصفر الأكثر تمثيلا له بـ 92 مباراة موسم 2005-2006 يبقى يحمل ذكر سيئة لريتشارد رغم أنه كان في قمة عطائه وذلك بسبب إصابة جعلت موسمه أبيضا مع النادي الأزرق بلاكبيرن روفيرز ليخوض بعدها نصف موسم مشابها مع فولهام أنهى مسيرته الكروية العام الماضي تجربة ريتشارد مع الكرة لم تكن مثل ما تمناها وهو ما جعله يفكر في الاعتزال وليس الابتعاد كليا عن خدمة الرياضة وكرة القدم في مشاريع خاصة يطلعنا عنها بعد هذا التقرير ونرحب بريتشارد لي الحارس السابق لنادي فولم وبلاكبيرن ولعب لعدة أندية إنجليزية والفئات السنية لمنتخب إنجلترا أهلا بك كافتر ريتشارد شكرا لإستغلافتي ريتشارد من خلال اطلاعنا لمسيرتك الكروية أنت الآن عمرك 33 سنة وهو عمر صغير خاصة لحراس المرمى لماذا اعتزلت؟ في صراحة كان سبب مزيج من الإصابات التي وصبت بها منذ صغري وخطت ومساوة جيدة خلال شبابي ولكن لم أكن قويا جسديا ذلك حصلت لعدة إصابات وبعد ذلك مشاكل مع كاتفي ومع تقدمي في السن لما تمكنم التدريبي في المستوى العالي ضمن الأندية التي كنت رغب اللعب لها ذلك اتضربت وأقل وأقل وصلت لمرحلة التي أدركت فيها بأنني لم أستطع أن أحقق أهدافي وكانت لديها أيضا مصالح فيها عمالي فكانت عملية انتقال أسهل جيد نشكرك طبعا أنا وزميلي هاني على الكافي اللي قدمت لنا خاصة هو أحد أعمالك التجارية الآن تقيمها في دبي يعني أحد هذه المشاريع المهمة أنت تتقل من مشاريع تجارية من بريطانيا إلى تقريبا دبي يعني لن نتحدث عن هذا الأمر نجعله في اللحظات الأخيرة هلنا نتكلم عن مسيرتك في إنجلترا والأندية التي لعبت فيها بلاك بين فولا من الأندية الكبيرة والمعروفة والتي لعبت في البريمير ليغ حدثنا عن هذه المسيرة الكروية في إنجلترا منذ أن كنت شابا كنت شجع ماتشل رينايتد وكنت ذهب لمتابعة مبارياتهم ولعبت ضدهم ثلاث مرات ضد رونالدو وروني لعبين عندما كنت شابا أو راين جيكز بالتأكيد لاحظات كبيرة عندما لعبت ضدهم فعشت تجارب رائعة جدا وأمام جمال هيرا الكبيرة ولديه ذكرات رائعة هو من المؤسب أنني لم أتمكن ربما من أحقق كامل أهدافه ولكنني أستغل خبرتي المساعدة الحراسة للشباب إضافة إلى أشياء الأخرى أستفيد من خبراتي لساعدهم ريتشارد نحن في المنطقة العربية دائما ما تعجبنا أجواء الدولة الإنجليزية بشكل كبير أنا أريد منك أنت كيف كان الشعور شعور اللعب في الدولة الإنجليزية الدولة المثير لا يوصف مذهل فعلا حتى خلال ظهوري الأول دائما أحلم باللعبة مجاهرة كبيرة ولن أنسى أبدا مبارك لأولا لأنني لم أعرف إلا قبل ساعتين من المباراة وتحدثي للمدير وقالي سأعطيك فرصتك اليوم وأصبت بالتوتر وفي الحقيقة بتأكيد حصلت كثير من الأمور النفسية في رئيسي وكحار السمار مع ما تكون البطل أو تكون تحقق على الأهداف الكبيرة أو ربما تسبب الحزن وعندما وصلنا إلى شبه النهائي ولعبنا ضد ليبربول في شبه النهائي وقبل أسبوع من ذلك بدأت وواجه الإصابات كسرت فكي وصابت في عيني وأدركت أن مع حراسة المرمى تكون عندك أفضل وقاتل مثل صد ضربات الجزاء وكذلك اللحظات السيئة وخاصة على شاشة التلفزيون فتواجه كثير من اتقاداتي أيضا والضغطات تملكون دوري عظيم أزعم أنه الأفضل على مستوى العالم قوي إعلاميا قوي جماهيريا يحظى بمتابعة جماهيرية محترفين على مستوى عالي ومع ذلك كل هذه الأمور وكل هذه المزايا تنعكس على المنتخب الإنجليزي لماذا؟ نعم، هذا صحيح تماماً من الصعب جداً أن نحدد الأسباب ربما عندما تحدثوا عن الأطفال وعندما كنت أنا شاباً حتى كهارسة مرمى أن نتعلم فقط مبدأ القوز وليس لعب مبارات بالشكل الذي لعبه الإسبان والألمان حيث يتعلمون المسائل الفنية أن يجدون اللعبة فنياً في بريطانيا لم نفعل ذلك ومن تهبيه المطاف وأن بقية الفرق بدأت تقدم علينا في النواحي العديدة نحن وقوياء ربما ليست لدينا نفس هذه السمات الرائعة على المتابعة الفرق الأخرى وربما نحن متأخرون بـ 25 سنوات ريتشارد أسألك عن مواجهتك كحارس ويمكن أنت حارس يعني ضار في التكرير شاهدون المشاهدين يا كرام بأنك متميز في الصدر كراتي الجزاء متميز أيضاً مواجهتك للنجوم المعروفين بالتزديد لامبارد جيرارد أيضاً كيف واجهت هذه النجوم؟ ليس بشكل جيد عادة ما كانوا يسجلون لعبت وبدو رونالدو مثلاً سجل ضربت جزاء وعندما كنت أتحدث عن العقلية وهذا ما دفعني إلى الكتاب وألفت كتاباً حول عقلية حراس المرمى لأنه كان شيء مثير جداً عندما يأتي موهاج مثلاً يسجل ضربت جزاء كل الضغوطات على اللاعب وليست على الحارس فهم من أنتوقع أن يسجلوا هدفاً أما إذا قدت وصددت الكرة أعتقد أني صددت 18 ركلة جزاء عندما كنت لعباً وهنا أمام الحارس فرصة أن يكون بطلاً أنت تركت كرة القدم بالعادة اللاعبون المعتزلون عندما يتركون كرة القدم يتوجهون للتدريب للأمور الإدارية في الأندية توجهاتك كانت كثيرة تجارية وأصبحت كاتب في أحد الصحف اليومية أعتقد الديلي ميل وأيضاً تحلل في أحد القنوات البريطانية للمباريات كم كبير من الوظائف بعد الاعتزال نعم أفعل أشياء كثيرة أعتقد أني كنت بحاجة لاستراحة والابتعادة عن اللاعب عندما تركت فلم في شهر مايو لم أرتدي قفازات الحارس ولا مرة واحدة كنت بحاجة للاستراحة لقد أن أفعل شيء مختلفاً أنا أنضمت إلى واطفل منذ كان عمري عشر سنوات وتركت المدرسة من كثيرة عمري 16 سنة فحياتي كلها كانت كرة قدم فحبت أن أرتاح قليلاً ولأتي إلى دباي خاصة في شهر فبراير ومارس متعة كبيرة وأنا اختبر قدراتي باشكال مختلفة شيء في داخلي دائماً أني أحب الراحة كنت أحب كرة القدم ولكن الآن أشعر بأنه وقت التغيير قد حان وأنا أحاول أن نساعد الشباب في كيفية التفكير ليصبحوا على درجة عالي من نجاح وهذا كان ناجحاً جداً في الأعمال وأنا أيضاً أحاول أن أستمر عن ريتشارد ممكن من حديثك بعد الاعتزال توجهته وأنت الآن تقول أنك تحاول تساعد الشباب لبغى منك نصائح كلاعب لعبد في أقوى الدوريات العالمية للاعبي المنطقة العربية في الاستفادة من قدراتهم وما لديهم والجماهيرية الكبيرة والمخزون الكروي الذي يتعلموا في الاستفادة من بعد الاعتزال أعتقد أن الشيء الأول والدرس الأكبر الذي تعلمته هو في شباب حاولت أن تقادم سرعة كبيرة جداً أولاً يجب أن تأسس القاعدة القوية وتكون قوياً جسدياً وبعد ذلك تعمل على أصدوبك الفني وتتعلم الكثير عن كرة القدم تابع كثير من كرة القدم تابع نوير وبيتر تشيك وبوفون تبعوا حركتهم وتمركزهم وهذه التفاصيل الصغيرة التي تجعل من الحالة الأفضل في العالم كلنا بإمكاننا أن نمسك كرة القدم أما أضل الحراس في العالم فهم يبحثون عنها تفاصيل صغيرة ويؤدونها بشكل رائع جداً بعد العتزال ذكرنا أنك ذهبت إلى عدة مشاريع في الكتابة وفي التحليل لكن الأمر التجاري عندما أسست كافي أو مقهى كما يقولون صحي حتى في الأمور التجارية تبعت موضوع الرياضة والأمر في هذا المذاق يتبع الرياضيين نعم أولاً أنا أحب القهوة وهذا أمر مساعد بالتأكيد ولكن هذه التجارة أو العمل سمح لي أن أشرك كرة القدم في مجال العمل وبإنشاءنا فريقاً وهذا ما أحن لي وهي بيئة الفريق كل يوم نذهب إلى التدريب ونشاهد نفس اللاعبين ونستبتع كثيراً معهم وكنت أعرف أن نستعتقد ذلك بهذا المشروع فهي قهوة صحية جداً هي بسيطة جداً ولكننا فريقاً هناك ونحن متشوقناً جداً بسيطة العقابية هنا في دبي نستبتع نفس اللاعبين مهتم بأن تتابع أحد الدوريات في هذه المنطقة أسألت سافسرت من الدوري الأقوى تتابعه نعم أجرت بحثاً قصيراً وأريد أن أتعلم المزيد لأحدى مدربين الحراس القدامى ذهب إلى قطر وأعرف أن هناك كثيراً من اللاعبين الكبارية هنا وبدأت أدرك من الدوريات تتوسع وهذا أمر مثير جداً خطتي بالتأكيد في هذه سنة سنة 2016 أريد أن أمضي أكبر ممكن أن تكون مدرب حراس في أجاقي عرض في البلدان العربية نعم بالحق أن أتحدث مع شخص مخيم هنا لديت صالة جيدة في المملكة المتحدة مع مدربين حراس المرمى في أكبر لأني ربما يحبون أن يأتون هنا لتقديم دروس لمدة أسبوع واحد وهذا يمنحني كثيراً المتعاوى الشغف فنعمل بأن أنه في شهر مايو أو يونيو أربما نستطيع أن نرى مخيم ممكن أن تقبل مثلاً عروض أن تكون في التحليل الرياضي لمثلاً البطولات العربية هذا تلميح لنا ممكن يكون في تعاون بيننا وبينك مستقبلاً إذا عرضت علي وظيفة فنعم يمكن أن أجلسه هنا نجهز ورقة العقد الآن على الهواء جميل كابتن أنصحك بمتابعة الدوري السعودي دوري مثير جداً من ناحية الجماهير وأيضاً في داخل الميدان رائعاً أنا في دبي من 7 أبريل إلى 20 أبريل وأتابع أمورات كرة السعودية هل تعرف شيء عن الكرة السعودية أو البيئة السعودية؟ ليس الكثير فقط مما أشاهده أو أقرأه عبر الإنترنت لديه شغب كبير يكون القادمة تابعوا دوريات الأوروبية وكافة تنحى العالم ولكن يمكنكم أن أتعلمني عندك خبر في هذا الموضوع؟ لا أعرف جيد هناك كثير ما يمكن أتعلمه شكراً جزيلاً لك ريتشارد لي نجم نادي فولم وبلاك بير وعدد من الاندية الإنجليزية ومنتخب الفئات السنية للكرة الإنجليزية وشكراً نشكرك أنا وهاني على الكف في مرة أخرى شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً شكراً خليل برضو أنا راح أخذ سلطان اليوم سيئاً سيئاً شكراً شكراً لكم مشاهدين أكرام على متابعتنا في هذا الجزء فاصل قصير نواصل بعده برو سنتر أعود لكم مرة أخرى في برو سنتر ونتوقف عند الفكرة التي بدأناها منذ الأمس في برو سنتر والتي نستقبل فيها الخبير النفسي اليم بي سي برو سبورت سلطان القمب والتي نناقش فيها الأندية من ناحية نفسية سلطان أهلاً سعيد بتواجدك أهلاً وسهلاً فيك حياك الله أنا اللي سعيد اليوم إحنا أول مرة اليوم نتقابل إن شاء الله على التحليلات النفسية اللي إن شاء الله أنها تكون تعطي رؤية ونظرة جديدة غير أنك أنت قاعد تشوف شيء فني قاعد تشوف شيء نفسي أو تنمية مهرات بشرية جديدة عليك جميل قاعد أنت من البداية حللت لنا قلت اليمين ولازم تتخلص من القاعدة حقك اليمين صحيح هذا على طول ناطقية كذا المرة الجيد إن شاء الله أطلع في اليسر بالعكس سال مبارك عبي نبدأ اليوم إحنا عندنا النصر والتعاون نبدأ مع نادي النصر وأولى اللقطات اللي راح نشوف تحليلك عليها إحنا نقول طبعاً نادي النصر يعتبر من الفرق الكبيرة جداً إحنا اليوم قاعدين نتكلم عن نادي النصر كيف أنه فعلاً خلال موسمين اللي فاتت قدم شي جداً قوي جداً جميل وأثمرت هذا الموضوع مع أنه كان فيه جدل كبير مع رئيس نادي النصر فيصل بن تركيا الله يحفظه يعني مع حفظ الألقاب بس أنه وصل لمرحلة أنه هو تعب أول شيء بس أثمرت عن أنه هو وصل لمرحلة أنه هو أخذ دوريين فإحنا نقول أنه اللعيب اللي إحنا قاعدين نتكلم عنهم اليوم هم أشخاص وصلوا لمرحلة الاقتناع جميل ما عاد صار عندهم شيء يوصلهم إلا أنهم يبغون يقدمون شيء مميز ما عاد فيه رغبة أحنا نتكلم عنها الحين بس نقول أنه أحياناً يكون اللاعب الاعتقاد قوته يؤثر على اللاعب داخل الملعب كثيرين يعتقدون أنه اللاعب لما يكون فيه أنه رائق وهادي لكن صدقني لما تجلس معه وتبدأ تتكلم معه رح يختلف عندك اللاعب نفسه لأنه الاعتقاد حقه اللي هو قاعد يبني عليه كيف لعبه رح تختلف واضح من اللي قاعدين يلعبون فيه لعبة النصر أنه مصلوا لمرحلة الاقتناع إحنا سوينا اللي علينا أخذنا دوريين فالمفروض الآن يجي مرحلة أنه اللي قاعد يسير الآن هو دخلنا بهيئة البطل وهذه عادة يتغلب الدافع النفسي عليها أنهم هم يقولون خلاص قدمنا ووصلنا فما عد فيه رغبة أنهم هم يقدمون شيء خلاص وصلوا لمرحلة الاقتناع وهذا شيء لا بد أن يعالجوا يا أما مدير الفريق يا أما اللي دارت تدخل بشكل جذري على اللاعب جميل ويتعالج نفسي نحن دائما نقول مهمة الشخص أو الممثل النفسي لكل الفريق هذا شيء قوي جدا أنا أقول بسي برو سبورت الآن أعطت ومضة بسيطة لكل الأشخاص اللعيبة والإدارة والحتى الأندية والحتى الاتحاد السعودي أنه فعلا هذا الجانب جانب مهم جدا لا يمكن أن نحمله لأنه يعطينا في النتيجة النتيجة التنبارة أنتش تبغى أصلا غير النتيجة التنبارة تبغى تخلي اللاعب مهيئة نفسيا أنه فعلا يكون جاهز اللعيبة في نادي النصر الحين صار عندهم دروب نقدر نقول تشبع وصلوا هول مرحلة الاقتناء الاقتناء خلاص أنا الحين وصلت عندي دوريين فداخل بهيئة البطل تعرفوا شيء المشكلة أنه أول ما بدأ يصير عندهم هذا الإحساس مع أول هزيمة تنهز الصورة هذه وهذه تنقلنا إلى أنه فعلا يصير فيه عندنا مشكلة في النتائج جميل جدا نشوف الحالة الأخرى الحالة المهمة يمكن هذا الموسم مدربين نصر نعم مدربين تعاقبوا على الفريق النصراوي في الصورة معنا ديسلفة ديسلفة لماذا جبنا اليوم المدربين التخبط الذي يصير في الفرق نفسها كان أساسها هو المدربين ديسلفة حقق مع النصر شيء جدا مميز فلما جاء أنه يريد أن يكملون الفريق مع أول نزلة ما استحمل فريق النصر أو الجمهور قال أنه يريد نتائجه ونتائج على طول عشان كذا أصروا وسووا أشياء قوية جدا في المدرج وخارج المدرج أنهم يريدون أن يريدون تعاقده عشان كذا استجاب النصر والإدارة برئاسة الرئيس فيصل بن تركي على أنهم يجبون كانفارو جميل جاء كانفارو جاء كانفارو خبرة وهذا اللاعب خلينا نقول لنا قلته قبل كذا أنه مدرب بهوية لعب ولم يوصل للمرحلة أنه يكون خبرة قوية جدا يمكن إذا ضربت معاه كان مشيت لكن كنفارو ما توفق والذي نريد أن نقول هذه اللكتة طبعا آخر لكتة كانت لكنفارو هذه هذه اللكتة لأن هذا المباراة اللي انهزم فيها وبعد كذا ما عد قدر أنه هو يكمل مع الفريق ما استحمل فريق النصر الهوية اللي جاء فيها كنفارو كان فيها صراحة شقين أول شيء كان تحت ضغط النصراوي فكان يجبون لازم مدرب أنه هو يرضون فيه طموح الجمهور النتيجة الأحسن لاعب في العالم كان هذا كنفارو أو حصل على اللقب هذا فكان يمكن يكون شافع للإدارة أنه نحن قاعدين نجيب لكم شخص مميز خلال فترة لين نهاية الموسم هذا الموضوع ما قبل الجمهور وأصر على أنه هو يتغير كنفارو فأتوا بكنيدي عادوا بكنيدي نعم أيهم طبعا لما نجابه كان طبعا له سابق تجربة قبل كذا بس هذا المدرب غريب جدا يا أخي لا غريب عليكم نفسيا أنا هذا مرة غريب لا لا هو غريب فعلا أول شيء هذا الشخص دائما يعني خلينا نقول نفس اللي تكلمنا عن الأستاذ إبراهيم بلوي هذا المدرب ما يبتسم عملي جدا ويخاف أنه يفشل خوف الفشل هذا عنده قوي جدا هذا المدرب إذا فشل هو ما قاعد يسويه تعبير وجهه غريبة أيوة تعبير وجهه وإصراره أنت أول ما تشوف المدرب هذا لما تشوفه إيش حتى تقول تقول سوي لي عليه صح؟ صحيح يعني الإحساس اللي يوصلك لأنه هو مندمج جدا ومتحمس ومسوي لي عليه تماما وهذا اللي دائما يوصلنا نحن نقول للعيبة عندهم أوصلهم إلى قناعة جدا قوية جدا أول شيء إذا كان نصر يبغى يوصل لأنه يتغير بغض النظر عن المدرب أي مدرب لازم يكون عنده قناعة ثانية هناك فرق بين الرغبة وبين الاحتياج جميل النصر داخل بكلمة رغبة وليس احتياج الرغبة أنه أنا عندي شيء وأريد أن أضيف عليه أنا عندي بطولة وأريد أن أضيف عليها بطولة هذه مشكلة كبيرة لازم يكون عندك مبدأ الاحتياج حتى تحقق فيه النتائج القوية جدا هذا النقطة موجودة في كانيدا الرغبة والاحتياج هو لازم يغرس فيهم إذا يبغى ينجح هذا المدرب لازم يغرس في اللعيبة مبدأ الاحتياج وليس مبدأ الرغبة جميل جدا ننتقل لتصريح الأمير فيصل بن تركي نحن نقول دائما أن الأمير فيصل بن تركي أنا في اعتقاد أنه هو اللي ظاهر خلال الأيام اللي فاتت والسنوات اللي فاتت أنه هو أكثر شخص مهتم بتفاصيل النصر أنا أقول لك بدأ الأمير فيصل بن تركي بحماس والحين بدأ يوصل للخبرة كرئيس نادي لأنه أول ما بدأ صرح تصريحات قوية جدا أنه أنا رح أجيب كل بطولة في آسيا وهذه الأشياء يعني عادت عليه أنه يكون تحت ضغط هذا اللاعب من تعابير وجهه رح أصف لك تحليل وللغة جسده والملامح وجهه هذا الشخص جدا حساس طيب جدا لكن يعاب عليه أنه هو ما يعبر عن مشاعره بشكل يعني صريح دائما يحاول أنه هو يكتم مشاعره وهذا الشخص جاهز للانفجار انفجاره دائما يكون على شفه حفرة فدائما تلاقي الأمير فيصل من تركي إذا كان واقف أو كان في مبدأ أنه قاعد يتكلم مع أحد فجأة تلاقي انفجاره قوي جدا وعلى اللعيبة ولا حتى على المدرب ولا حتى على الحكم إذا دخل داخل الملعب وما يعبر عن اللي في داخله تلاقي انفجاره جدا سريع وهذا الشخص طبعا هو معروف أنه هو شخص أساس وشاعر فدولة الفئة من الناس اللي دائما يسمونهم اللي هي المشاعر تتغلب عليهم لازم يعبر عنها بشكل تلقائي ولا رح يكون عبارة عن شخص قم بلوموقوته فلازم هو يفرغ الشحنات اللي في داخله حتى يكون يرتاح فيها كيف ممكن كرئيس نادي في كل هذا الضغط وهو رجل حساس زي ما أنت وصفته نفسيا كيف ممكن يتعامل مع هذا الضغوط رائع جدا السؤال وأنا أقول دائما أنه هذه النقطة بسيطة لكنها عميقة جدا إيش الحل اللي احنا نبغاه أنا في اعتقاتي ووجهة نظري المتواضع أنه الأمير فيصل بن تركي لازم يعترف أنه هم عبارة اللي قاعد يصير الآن ليس منافسة ولكنه هو فترة استعداد حتى يخفف الضغط عن اللعيبة وحتى يخفف الضغط حتى على نفسه لأنك إذا وعادت دائما لازم توفي وهو معروف أنه هو رمز بالنسبة لأبناء نادي النصر فإحنا نقول دائما لازم أنك إنت تعلن تسوي مؤتمر صحفي أو حتى أعلن في الجرائد بتصريح أن المرة هذه أو السنة هذه إحنا ما إحنا قاعدين نقدم المستوى المطلوب جميل عشان هو يرتاح قبل اللعيبة نفسهم ولا حتى الجمهور أبعد الضغط دائما التصريح أنا أقول دائما كل رئيس نادي كل من اللي قاعد يقولها تؤثر حتى في اللعيبة وتؤثر حتى في الجمهور وهذا من الأشياء يدائما يخلينا طبعا خلينا أسألك بس بتاريخ 5-3-2016 هذا التصريح ربما أنه من آخر التصريحات له نعم تعبير هذا الوجه أنت تستوحي منه أنه عنده ثقة لعودة النصور عنده ثقة لأنه يعود بما قدم من عمل شوف الملامح اللي قاعدة تسير هنا نزول الحواجب ضم الفم هذه عبارة عن يأس وإن كان الضمنية ولم تكن هي يعني واضحة ولا هي غير مصرحة لكن الملامح هذه دائما تعطينا مبدأ أني أنا عارف الحين وانا أشوفه بحكم التخصص عارف أنه شخص وصل لمرحلة أنه عارف أنه ما في أمل في وصولنا لتحقيق نتائج متقدمة في هذا الموسم في هذا الموسم جميل لكن لابد أنهم يبدأ يعترف أنا أود أنه كل رئيس نادي يبدأ يتكلم ويقول نحن ترى عندنا مشكلة عندنا دروب السنة هذه عندنا الموسم هذا ما نحن نقدرين نقدم كيف توصل هذا القناعة للجماهير هذا بكل بساطة أنك أنت تعرف أنه الجمهور ذكي ويعرف اللي قاعد يسير فإذا أنت خاطبته بعقله رح يرتاح هو أنا الحل لما نتكلم عن هاني وأنا أعرف أنه ويش يفكر حترتاح أنت لأنني عارف كيف أنت قاعد تفكر لا تبالغ ولا تصدر وعود لكن كن واقعي وكن هادي حتى تريح حتى الجمهور إحنا عندنا مشكلة في الجمهور هذا هاني ترى قوي جدا ولا يرحم وجمهور زي نادي النصر ما يرحم رئيس نادي إذا ما قدر يكونوا متعاون كل اللي عليهم أنهم يكونون أشخاص واقعيين ويعترفون الأخيرة في نادي النصر تدريبات أو حركات الأحمان التي نكون بها لعبي نادي النصر اللي يشوفها بحماس مثل قائد الفريق حسين عبدالغني اشتوحي لك أنت نفسيا نادي النصر لما يكون في المباراة دايما تلاقي يتفاجأ من النتائج يبدأ لو تشوف أول عشر دقائق في كل مباراة النصر دايما تكون سيطرة لنادي النصر ليش تكون هذا الموضوع لأنه هو يكون هادي الارتباك دايما يكون نفسي داخل الفريق وليس فنيين لما يحصل درب على طول ينسون أنهم هم يعني داخلين بهوية البطل وهذه مشكلة تعتبر لما أنت تدخل مع فريق أنك أنت داخل أنك أنت نجم الفريق أو نجم الدوري هذه مشكلة وإن كانت تحتاج الثقة وهذا الفرق بين الثقة وبين الإحساس أنك أنت لازم تحترم الفريق اللي قدام لازم تعيش أنك أنت فريق عادي زي أي فريق بس أنك قاعد تقدم مجد جديد لك بغض النظر عن اللي فات أنا لما أقول الواحد أنك أنت قدمت يعني حصلت على الدوري مرتين وداخل بهوية جديدة هذا يعطي انطباع لللعيبة أنهم هم المفروض نحن نفوز بس ما ندري في دقيقة وهذا اللي نحن نبغاية في نقطة مهمة يعني جات من خلال الصورة كذا في البال فبس ألك عني بعيدا عن النصر ويمكن بعض هندية يعني بشكل كبير في هندية ما بين الشوطين ترجع للملعب بشكل سريع نعم هذه نفسيا إيش معناها أول شي الحوار اللي دائما يخليه فريق الرئيس النادي أو حتى المدرب لما قاعد يتكلم أحساسهم بالمسؤولية احنا دائما نتدري وش عندنا مشكلة أنه الاحساس بالمسؤولية هذا دائما يكون قوي جدا في بداية المباراة وأحيانا يكون بداية الشوط ثاني لكن الأحساس اللي احنا بنتكلم عنه زي ما رح نتكلم عنه إن شاء الله بكرة عن نادي الهلال والنادي الأهلي المسؤولية هذا بالنسبة لهم يعتبر بالنسبة لهم يعتبر مشكل الإحساس بالمسؤولية هذا ترى قوي جدا عشان كذا إذا لعبت نادي النصر إذا كانوا يبغون يوصلوا لمرحلة أنهم يحققوا النتائج خلال هذا هذا الموسم خذها مني وخذها من شخص قاعد يقول لك إيش ممكن يحقق نادي النصر وممكن يفوز المبارات الجاية كلها أول شيء تغيير الاعتقادات اللي موجودة عند اللعيبة جميل التقبل زي ما قلنا أمس لا بد أنهم هم يتقبلون اللغة الحالية نعم والتقبل كما هو وليس كما ينبغي يعني أنت تأخذه زي ما هو أنت وضعك الآن تشعر بضرب خلاص هذا هو مش زي ما أنت تبغى أنا أبغى أنا أبغى أكون بطل للدوري لا أنت تقبل اللي قاعد يسير تعامل مع إصاباتك تعامل مع اللعيبة اللي ناقصين بشكل منطقي حتى تكون أنك أنت قادر أنك أنت تتعامل فيه احترام الفريق الثاني لما يكون مبارات الفيصل والنصر مطرود من الفيصل اثنين وما قدر أن يشجل فيها النصر هذه مشكلة كبيرة فهذه تعتبر نهاية لكل لاعب إذا كان تغيرت القناعات غير اعتقادك لعيبة النصر ستوصلون لنتاج قوية جدا خلال السبع مبارات الجاية جميل جدا وإحنا راح نغير برضو الفريق بعد الفاصل إن شاء الله تبقى معنا سنأخذ فريق نادي التعاون ونظهره نفسيا كما ظهرنا نادي النصر عودة لكم مرة أخرى في برو سنتر ونستمر في الجزء النفسي الذي نحلل فيه الأندية ابتدناه من الأمس وسيستمر إن شاء الله معنا خذنا قبل قليل نادي النصر والآن سيكون معنا نادي التعاون مع الخبير النفسي لإم بي سي برو سبول سفل طنقم نادي التعاون هذه لقطات عن نادي التعاون كيف شايف نادي التعاون نادي التعاون بالضبط مسوي ببربقاندا ميزة النادي هذا أنه فعلا نادي يستحق كلمة نادي في الدوري الممتاز وهذه من الأشياء اللي نحن نتطرق عليها حتى الإنصاف لأننا نحن نتكلم عن الأندية الكبار وكمان نجيب الأندية اللي يحتاجون وفعلا الواحد يتكلم عنهم نادي التعاون من الأندية اللي سوى كل شيء بس أنه ما حقق شيء ولا هو في الأساس هو قاعد يسوي كل شيء لعيبة ممتازين إدارة مميزة فنيا ممتاز جدا على اللي قاعد يسير فهذا النادي هو قاعد يسوي بحسب الإمكانيات اللي عنده الفريق جدا أنا أسميه مثالي إذا كان الفتح قبل تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات هو كان مثالي فريق التعاون اليوم أو السنة هذه هو فريق مثالي فعلا أنا شدتني كل ما أنتوا تقول سوى كل شيء نعم ما حصل شيء صحيح متى يحصل شيء يحصل طبعا هذا يتوافق إحنا قاعدين نقول أنه الفريق قاعد يقدم اللي عليه والنتائج هذه بيد الرحمن لكن إحنا قاعدين نقول أنه المفروض أنه إحنا نسوي كل اللي علينا وبعد كذا يعني نطالب بالنتائج بالتوفيق لكن إحنا قاعدين نسوي اللي علينا أنا لما نشوف أنك أنت مكتمل فما رح أطالبك بأكثر من اللي أنت قاعد تسوي وللأمانة هذا واضح يعني الكل اللي في الشارع الرياضي يؤمنوا بما نقدم التعاون نعم هذه طبعا هما رايحين اللاعب الشباب بعد أول كورة لمسها أصيب اللاعب فتعاطى في لعبة التعاون وراحوا لللاعب نفسه على أساس أنهم يعني حاولون أنهم هما يطلبون خاصة طيب بس قبل أن أنتقل الحالة اللي بعدها بس أسمح لي بس بشكل بسيط أنا كان يكلمني واحد من اللاعبين اللعبوا ضد التعاون هذا الموسم يقول إحنا لما نروحنا للقصيم ولعبنا قدام التعاون الجمهور أثر فينا قبل اللاعبين وهذه ميزة ترى هذه التعاون هذا ترى يوازي الأندية الكبارة فعلا وهو يعتبر من الأندية الكبارة الآن لأنه هو أول شيء ترتيبا وثاني شيء أنه هو فعلا ترى الجمهور في القصيم وخارج القصيم فعلا فريق فعلا يكون يعني مؤثر عليه فعلا تعرف الجمهور قاعد يأثر في التعاون نفسهم قبل ما يأثرهم في الخصب جميل وهذا يعطيهم دافع قوي جدا الفريق هذا جاهز أنه يحقق نتائج هم قاعدين يسوون لعيهم ليس مطالب فيهم أنهم يكونون أشخاص غير اللي هم قاعدين يسوونه بس اللهم النتائج يعني الدوري وإن شاء الله جميل جدا نشوف اللقطة الأخرى لنادي التعاون رئيس عبدالله بن سعد رئيس نادي الهلال السابق نعم رحمة الله عليه وإيضا الأستاذ عبدالله القاسم رئيس نادي التعاون إيش تشوف مو متشابهين بشكل كبير صحيح معدن نظارة نقول دائما أنه الأمير عبدالله بن سعد الله يرحمه كان في نادي الهلال كان يعتبر العصر الذهبي يسمونه في المحبين نادي الهلال ومحمد القاسم رئيس التعاون أستاذ محمد القاسم يعتبر من العصر الحين يسمونه العصر الذهبي جميل الملامح الشخصية اللي قاعدة تسير للفريقين تقريبا كان هذاك في عهده أو ذهبي والفترة هذه للفترة للتعاون ذهبي أنا ما أربط لك إياها أن أريد أن أقول لك أنهم الأثنين يعني تشابهوا فأحقق النتائج لكن سياسة التعامل مع الفريق دائما تكون هي الصحيح نامير عبدالله بن سعد في ذاك الوقت كان دائما يحقق بالإمكانيات اللي موجودة عنده يعني كان تعاليا بس أنه كان اللعيب كانوا يساعدونه الأستاذ محمد القاسم هاني لما تتكلم مع الأستاذ محمد القاسم هتعرف أنك أنت قدام فريق رح يحقق شيء بس ما الله أراد لحد الآن لكن هذا الرئيس النادي إيش الميزة اللي فيه ليس يعني مهم من الشخص اللي قاعد يعطي وعود لمجرد الوعود قالوا أنت مقتنع بالمرتز اللي أنت فيه قاليوة قال حققون على الصدر قال ما أعتقد واقعي جدا وله خجول وهذه الميزة في الأستاذ محمد أنه فعلا شخص قاعد يكون منطقي ياخي كونوا منطقيين يروا أساءل عنديها حتى تخفف الضغط على اللعيبة الحين لو أنه طالب أنه حيكون متصدر بالله ما حيضغط اللعيبة صحيح ولا أنه حيكون هو يقول له أنا وعدكم بالدور السنة هذه مش صحيح صحيح أنت سوي اللي عليك وبعد كذا أنتقل للمرحلة ثانية أنك أنت تكون تخفف الضغط على اللعيبة وهذا هو الأساس الـ 11 لعب هذول يحتاجون كلمة من رئيس النادي دائما أنها تكون هي الدافع لهم تصريحات الغير مبررة واللحماسية عند الرئيس النادي دائما توديهم إلى منطقة ثانية اللي هي الضغط على اللعيبة جميل ويمكن ترى تأكيداً لهذا الكلام نحن كنا نتناقش قبل شوية برو سنتر الواقعية مطلب في الكرة السعودية حقق من خلال كثيرة اللقطة الأخرى اللي نادي التعاون لقطة المحترفين نعم محترفين نادي التعاون محترفين نادي التعاون من الذكاء للأستاذ محمد القاسم أنه هو قاعد يعطي بالإمكانيات اللي موجودة أنت الحين لما نعطيك مبلغ وتروح تحطه في لاعب واحد فهذه مشكلة لكنك أنت لما توزعها لللعيبة بمعدل المالي اللي هو يكون منطقي جداً أنا لست مطالب من أعضاء الشرف لأنهم يدفعون مبلغ كبير للمحترفين عطاهم كبير نعم عطاهم كبير ودخلهم المطلب اللي عليهم المالي كمان قليل وهذا ذكاء أنت تعرف لما تجيب واحد شوف شوف هذا الحسين نعم لما تجيب واحد أنت بإمكانيات بسيطة مادية ويقدم العطاء الذي يجعل الأندية الكبيرة ترغب هذا اللاعب هذا بحد ذات وإنجاز صحيح وإحنا دائماً نقول اللعيبة لما يكونون هم على كشاف صادق ويعني يعرف يختار في لعيبة ترى أحياناً يكونون يجيبونهم بس لمجرد الأسم لكن جهاد الحسين هذا أنا أقول هو رسالة لكل رؤساء الأندية أنك أن تعطي فرصة للعيبة العرب أنك أنت تأخذهم بس أعطيهم الفرصة كاملة مجرد مباريتين ثلاثة وتقول خلاص هذا ما ينفع وهذه مشكلة كان وقع فيها الأهلي قبل فترة والحين بيرجعون إلى الممكن يتكرر الموسم الجاي فلازم نقول وننصف لعيبة التعاون للمحترفين أنهم هم لعيبة فعلاً بأداء زي ما تفضلت عطاء كبير لكن النهاية دائماً تكون مبلغ الدخل لحقهم يكون منطقي وقادر عليه إدارة النهاية جهاد الحسين إذا أنت تقول رسالة هو أجمل رسالة بالتأكيد للمحترفين بالإمكانيات المادية البسيطة والعطاء الفني الكبير قومز هذا الرجل الشيك خلينا نقول في الفداية أنا بس ودي أقول لك شي شوف خطوات قومز هذه من الشخصيات اللي دائماً تكون هذه المعلومة اللي قاعد يسمعها إذا كانت خطوات الشخص قريبة من بعض في لغة الجسد فهذا شخص غلطاته قليلة عندنا يزن يمشي خطواته بسيطة إذا خطواته هذا نادر أنه يغلط مش رأيك بلا يزن ممتازة إحنا عشان كده نقول دائماً المدرب هذا ملامح وجهه خبا أقول لك إياها كل ما كانت العيون صغيرة شوف تقريب ملامح شوفت كيف أيوه العيون الصغيرة الدائرية والحواجب اللي تكون قريبة من بعض في فراسة العرب تقال أنه هذا شخص يعرف بالضبط ماذا يريد وهذا اللي نحن نبغى نحن نبغى نوصف اللعب هذا هذا النظر هذا يفهم اللي قاعد يدور حوله وأنا اليوم كنت قاعد أقول لأحد الموجودين في المسي فعلاً عيونه تدل على نفس اللي قاعد يصير لنفس الملامح أنا وقال كنت شوف اللقطة هذه الحد هو يعني لين ما وصل وهو قاعد يتكلم مع اللاعب وهذا دليل أنه قاعد يسمع مه قاعد بس أني أنا قاعد أفرض عليك الشي اللي أنت تبغاه وفي النهاية أنك أنت ما تقدم شوف لين ما جلس اللاعب هو قاعد يسمعه لين ما خلص شوف يعني صيغة أنك أنت تسمع هذا مطبق مبدأ جميل جداً اللي هو مبدأ التواضع تعابير الوجه فيها حد نعم وذكاء أنا أتذكر في لقاء له كان ذكي جداً لما جاء مدرب مبراة ظهر كانت مع النصر واللغال أعتقد هدفين فقالوا له هارد لك قال لا تقولوا لي هارد لك قوله الفريق النصر أنا أفست فيها جميل أنا أختم معاك في قومز بنقطة مهمة أنا شاهد قومز بعد نهاية مباراته مع كل الفرق يذهب هو للسلام على مدرب الفريق هذا يشتعني له هذا مبدأ التواضع هذا المدرب قاعد يمسك المنطقيات اللي عنده يخي تفرق معايا النظرات هذه لما تحس أنه الشخص هذا شوف كيف ملامح وجهه وعيونه واضح أنه هو إيش قاعد يسير في الملعب فهو قاعد يشوفه يعني يرى ما وراء اللي قاعد يشوفونه الناس شوف النظرة هذه دائما متميز فيها ودائما هذول الأشخاص دائما يفهم اللي قاعد يسير عشان كذا دائما يقدم مبارايا جدا قوية جدا جميل يا أخي أنت ممتع جدا الله يسعدك شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا ل هذه المعلومات القيمة بالتأكيد في الجانب النفسي شكرا تمنى إن شاء الله أن تكون مهمة بالنسبة للفرق فيما تقدم سلطان القنبل محلل النفسي لإمبي سي بروسبور شكرا جزيلا شكرا جزيلا طبعا سنقدم لكم إن شاء الله من اليوم سلسلة عن مسميات ملاعب الفرق العالمية نبدأها باسم ملعب مدينة ميلانو والذي يلعب فيه أعرق أندية الطليان سيميلان وإنتر ميلان نتابع مدينة ميلانو عاصمة الموضة وإحدى معاقل كرة القدم في بلاد الأجزوري في غرب المدينة تقع ضاحية السانسيرو موطن واحدا من أعرق ملاعب العالم جوزيب بيميادزا وهو ليس مجرد ملعب عادي بل إنه واحد من أجمل قلاع الكرة في أوروبا قيمة المكان ليس في طرازه المعماري الفريد فحسب لكنه شاهد حي على تنافس رياضي ساخن بين فريقي المدينة إسيميلان وإنتر ميلان منذ افتتاحه سنة 1926 موسيقى وشاق الرسونيري لا يعترفون إلا باسم واحد لهذه القلعة وهو سانسيرو اسم القديس الذي تحمل اسمه الكنيسة الصغيرة الملاصقة للملعب الذي كان ملكا لنادي أسي ميلان وحده حتى عام 1935 إلى أن قررت حكومة موسوليني تأميمه ليصبح بعدها ملكا لبلدية ميلانو عقوب هذه الحادثة بإثنى عشر عاما تغير اسم الملعب ليصبح جوزيب بيميادزا تخليدا لذكرى واحدا من أعظم لاعبي الكرة في تاريخ إيطاليا وهو من ساهم في فوز المنتخب الإيطالي بكأس العالم عامي 34 و 38 لعب لناديي المدينة ولكن إنجازاته مع النيراتزوري جعلت منه اسمان خلده تاريخ الفرقة وتغنى به عشاق الفريق عبر الأجياء موسيقى الستاد الذي يتسع لـ 85 ألف متفرج شهد العديد من التحسينات منذ التأسيس ولعل أبرز ما يميزه طابقه الثالث الذي كان يفترض به أن يضم مقاعدا للمشاهدين ولكن إطلالة كاتدرائية ميلان الشهيرة منعت المصممين من استكمال التشييد ليتسنى لزوار الملعب الاستمتاع بالمشاهد سان سيرو أو جوزيبي ميادزا لزائريه ليس مجرد ملعب لكرة القدم إنه أشبه بصرح تاريخيا كبير يتوقف أمامه الضيوف بكثير من التقدير والاحترام أيقونة المدينة الساحرة استضاف أكثر من نهائي في بطولات عالمية وقارية ومحلية ومدرجاته كانت شاهدة على عشق الألوان الحمراء والزرقاء الممزوجة بالأسود على مر تسع عقود من الزمن وأرضية ميدانه حملت أقدام لاعبين كبار حصدوا أغلى الألقاب وجلبوا متعة كروية للمتابعين حول العالم معاذ خلوف بروسنتر هذه السلسلة طبعا قدمت اليوم وستكون إن شاء الله مستمرة معكم في الكشف عن مسميات الملاعب العالمية والتي بالتأكيد نظهر فيها كثير من الأمور التي لا نعرفها بروسنتر واستمروا معكم بعد الفاصل مع برنامج اللاعب 12 في أمان الله اشتركوا في القناة